يعني ايه؟ طب ايه رأيك بقى ان انا مش هطلقها لحد ما تيبوس الجزمة؟ مش هتقدر مش هتقدر لانه وهي في المستشفى خدت تقرير طبي بيقول ان انت السبب في كل اللي حصل لو قدمته للنيابة هتطلقها غزبا عنك وعن عين ابوك المستشفى دي اللي انت مرضيتش اتعفر تراب جزمتك انك تروح تزاره عرفت بقى ان الكلامي صح؟ عايزة تطلع عشان يخلالها الجو وتتجاوز الواطي عايب الكلام ده يا عاصم ده مش كلام يا امه بنتك سناء وانا بضربها بعد جوازها العرفة من عائل الواطي ده قالت الحيئة قالتني ان روبنا امراتي كان بتحب الوات ده وانه هما كانوا يتجاوزوا دولة بقى ان انا سبقت وتجاوزتها والنختي كان بتسهيل للجوازة عشان يخلالها الجو مش هيعزة تطلق ماشي انا هطلقها بس واعزة جلالة الله لخليها زي البيت الوقف ولا هيقرم لها هجيبوا الاسم وهلقوا من رجلهم لحد ما يفرق الدنيا امشوا برا هتسيبوا يعمل اللي بيقول عليه ده ابنك ده احنا اللي بوصناه احنا اللي جلعناه كان كل ما يطلب نديله وكل ما نديله يطلب اكتر واكتر 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 شايفين ايه? الاجهزة المنزلية نحط فيها فلوس ولا المحمول? لا يا معلم الرأي رأيك وصور صورتك. طب ما انا مكبركم معادكم قدامي هو? لازم تقولولي نعمل ايه? يا مواغزة يا معلم احنا طول عمرنا ليه لازبون في الاجهزة والاجهزة ارشاحل. لا المحمول اخاف ومكسبه اسرع. وبعدين البيجة معلم يشوف اجهزة بيشوفها على المحمول والحكسباته صحية. خلاص لما نجيب نبقى نحسبها سوا. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مشغول يا معلم يجي لك وقت تاني. لا 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 روح انتوا قطوا البضاعة اللي انتوا عايزينها وبعدين هاعد معاكم ان تحسب مع بعض. ماشي يا معلم. يلا بالسلامة. فيها يا لابت. كلمت صاحبك? هكلمهولك. بس يقول لي المبلغ كام? خمسة وستين الفة معلم ومش هتنازل عنهم. الله. انت حتنح معايا. طب يطلع برها دلوقتي لما كلموا التليفون. ماشي. بس خلي بالك انا باشحت. والشيطان قرى بيها في دماغ. انا مالي بقى يلعب في دماغ وللعب في عينيك. اديني فرصة اتكلم الراجل. ولا بعتك ليه تدفع مساوة? يلا استناني بره اطلع. ماشي يا معلم. يلا حبيبي. ايه الخط? اه يا زيزو. اه يوم موجود عندي يا سيدي. ومتعصب ومتنرفز ويعنيه طلع عشرار. طب انا اعمل ايه? ايه? اه خمسة وستين الف. طب انا ادفعهم لو اصحاب الفلوس ارجع ادفعهم تاني بتدفعهم مرتين. ازاي يعني مش فاق? ايه في التليفون ده افضل يا عمدي. طب خلاص. سارك. تشتب يا معلم. مش عايز اشتب اي حاجة. الوقت النطع اللي بره ده واقف عندك عايز ايه? بالراحة ليه الوقت غلبانه لسه خارج من السجن وعايز ياكل عيش. لا مش عايز ياكل عيش ولا حاجة يا قندي. انت فاهم كويس قوي. اللي فاندي بيقول انه لوح عند بنتي خمسة وستين الف جنيه. تعرف تقول لي لموهم منين لخمسة وستين الف جنيه دول? او انت كده قسرت علي. بقولك ايه? نعم. هو فعلا اداها لخمسة وستين الف جنيه. نديل يا نديل. خلينا نقطع عرق ونسيح دمه. عزفهم منين اللي فاندي ده وهو مجوزه بنتي وانا اللي مشوره مدفعش مقليه ما بيض. ازاي قدري يحوش خمسة وستين الف جنيه من ورايا. خلاص بقى معلم. عشان نقطع فرط ونرتاح. اسمع عندي. قلو ايه بشرية كده اللي هسنقصها من عظما. اخلي الوضع عاصم ابني يحبسه. المرات بيقى مسارقة لحاجة. لا ارهاب. يعني يعيش ويموت في السجن. اقمر يا برك. التليفون ده اخدته منك من يومين اتنين بس. واول محاطات الشريحة الشركة بعتتي لرسالة ان الموبايل مسروق ومتبلغ عنه. متبلغ ايه ومسروق ايه الكلام ده مش عندي ده الفاترينة تاني يا حبيبي. عند عالي مفيش الكلام ده. ماشتغلش في المسروق التكل على الله يا عبا. يعني هتينكر ان انا خدت منك التليفون ده. ومارضتش تديني ليه اي ورق. بقى امرت ما قلتني انه جاء من بره. الله طب هو جاء من بره يا عمو انا عامله تحت الفاترينة ولا ايه علبة لو السودة اللي بتتحذف علينا دي. وبعدين يعني هو انا مغسل وده من جنة. ايه ده بس افاهمك انا. بيجي لواحد محترم كده زي حضرتك. عايز يبيع جهاز المستعمل. باشتري منه ومن غير ورق. بيجي واحد تاني برضو محترم زي حضرتك كده. عايز يشتري الجهاز بابعهوله وبرده من غير ورق. غلطتش عنها. اهو طلع مسروق والحكاية باني. اخش انا السجن بسببك. وبعدين بقى السجن ايه? ما بتوطريش بحكاية السجن دي اعمل لك ايه? تعمل ايه? تاخد تليفونك وتديني تلق فلوسي. وترجعوا الحرام اللي سروا منك. لأ. بقول لك ايه? حرام وسجن والكلام ده بقول لك يا بركة. عشان نخلص كده عشان احنا بنلوف لك مع بعض ونجب من الاخر. لو انت معاك ورق ياسبت ان انا بعتلك الجهاز ده. روح اشتكي يا عمي. اه انت كده بتنكر. طب انا هامشي من انا حالة. انا روح على اسم الموسكي اعملك محضر. الله يسأل لك يا عمي. ايه بلاولة تتحدف علينا دي. ايه? وانته يا عمي شعبه. الله. معلم زيزو. اللي قد علي. مش في السليم. بيشتغل في الشمال يا ريس. في الشمال? مش فهم. بيشتغل في المقلوب والمبلول والتلاجات وكل لحاجة مضروبة. ما انت اللي اعرفها. الوقت ده لامم شوية اهل سيع وحرمية اصحاب بكره. اصحاب ده? ايوة بيسرقوا الموبايلات من الناس. ويبقوا اهاله. يبيعها للناس. يعني كده سمعت شارع عب عزيز بتبقى زي الزفت يا ريس. اطلع هنا امه. بكر. روحات الوقت ده حالة. عايزوا صاحي? عايزوا ناين. روحات الوقت ده. امر يا معلم. عالم. تمزع للحاج ليه? وقت على ايني بوسها ده الوقت. وما تتكلمش ولا كلمة الاحسن والله العظيمة او ملزقك في الحيط. ومال وبوسها. الحاج يخيره علي. وما انكلش غير غرب من الحرام. قاعد يالي. ماشا معلم. شوفت? اهوردي عنك اهو. تكلم بقى كده بالراحة وعلى مهلك بدل ملزقك على افاك. خمسة وستين الف جنيه. بتلموهم ازاي من شغلك معايا وانت ايدك نظيفة يا مهلول. شقايا يا معلم. منو انا شغال عالتال في الشارع لحد ما انت دخلتلي السجن. يا ضلم انسانك لقدعهولك يا لك. وفلوسك اللي هما شقاك وحلالك وتعبك زي ما انت بتقوم. تدوم لمراتك ليه? زي ما تكون بتتاوي قتير. لا 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 الله. مش مراتي يا معلم. يعني الحق على انا مش يلتقومش مع احد تاني. هي كلمة واحدة. مش عايز لها تاني. سدقتني وانت شغال عندي ولا لا يا بهلوف. اه كده بانك للبيتة خلاص. اسمع. الحاجة مش هدفع لك حاجة. انا اللي هدفع لك. بس مش خمسة وستين الف زي ما انت قلت. اما الكامة معلمة. هنديل. ها. هنديلو عشرة الاف جنيه. والله العظيم ما ينفع عشرة الاف جنيه ايه? ما ينفعش همعلم. ليه ما ينفعش ليه? ما ينفعش همعلم عشرة الاف جنيه لايه الاول. يا اخوة حديك اربعين. خلاص? لو اتكلمت كلمة تانية هارجع للعشرة تاني. فاهم لا انا انضحك علي واشتريت محمول وطلع مسروق. اه. ما احنا شكالين في المحروق متاعكو ده ونفوك. روح يا ابني. ولما تشتري محمول بعد كده بقى اشتريه بورقه كامل. يعني ايه? ده انا دافع فيه مبلغ كبير ولازم تعمل لي محضر. يا ابني قلتلك روح. القانون لا يحمي المغفلين. انت كمان هتغلط فيا اولا ايه? بقولك ايه? انا مش نقصة. اضاف. انا بلوك انا اشتريت محمول وطلع مسروق. ومش راضي يعمل لي محضر. اه محمول ده بقى اكيد اشتريته من شارع عبا عزيز. ايه يا فلا. تعرف اسم اشتريته منه? طبعا يا باشا اسمه علي. لا. اسمه مش علي. اسمه عبا عزيز. عبا عزيز يا عبرحين فاضل. بس يا باشا اللي اشتريت منه المحضر. كلهم. كلهم يقضي اشتريه وحمده. اهل القوان بقى ننضى في الشارع العالم واسخة دي. اعمل لي محضر افتح اطل ضعب عزيز. ابو حزارك تبللو. هات ازني يا ابو حصارك. تماما باشا. اسمك يا ده ابطاطة. اسم ناصر ابطاطة ايه? بطة قادر بطاج المنزل مطلع ايه. وانت عم شابر. عايز تشتغل في الشرع. لسه عادي توطي صوتك. عايز تشتغل في الشرع لوحدك يعني احنا ولا اقولش عيش ولا عم شابر. مش بتشتغل في المقلوب والمبلول والمسروع. وانت مالك يا عام مش بتشتغل. شوفي علي. انت عارف كويس ان التليفون صغير مني يوديك ورا الشمس. بس كده مشيك على فكرة. ولا. كتاب علم الادب باسم المعلم زيزو الفصل التاني. لما تكلمه وتلزم الصدر. تلزم ايه? الصدر. ما تكبرت علينا يا اسطح ما ليه? كبرت قوي. اتكلم عادل يا علي. شغل التلت ورقات بتاعك ده ما يعضش معايا. ده يوسخ شارع عبدالعزيز بس يا حبيبي. وده لطجار. واكل عاش ناس. يفرموك. يجبوك عالارض انت ودكانك. اه. زي ما حرق ودكانك. الزم الصمت وصوتك واطي. زي ما حرق. زي ما حرق ودكانك قبل كده اسطح. ماشي. صف حسابك معانا ولم بدعتك وجردها يا اسطح. وشغل المبلول والمسروء انا هاعرف حسبك عليه بعدين. ماشي يا اسطح. نجرد البضاعة. خد يا عامو فرق خل عليها تلاتين بره. ماشي بطاقة ده. بلقت عامي. ايوه. افرق بقى كده. وسمي نفسك اسمه مراه اه. اذا اسمه ازتها باش. تمنين يا اه. مدار السلاة. اه. 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 وادي يا ابن رودة عالحاكس. ممكن اعرف انا 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 هنا ليه؟ قاتلي شايا يا بحث انا متجابش بالطريقة دي يا باشا ممكن اعرف انا هنا ليه؟ واحد اشترى تليفون جات له رسالة بعد ما ركب الشريحة اين التليفون مسروق؟ بتسرع تليفونات يا روحومك؟ بتسرح ايال؟ وعمل تشكيل عصابي؟ ده بلغ جايدة وتكلم بادك وهو عتنسى ان انا عضو في الحزب ومش عضو عادي لا امين تنظيم وانت عشان عضو في الحزب اسيبك تسرق اه روحومك؟ اعمل اجراءاتك يا باشا من غير طولة لسان عشان ما زعلكش انت بتهددني ادى اسبالة؟ ماشي مش هعدها لك وهو خليك تعتذر وقدام سيدك حصل لينا الرعاة هتعترف مسروقات ولا لا ايوه ما حصلش وبعدين ان كان عن مسروقات يا سيدي روح اسأل ابوك الحج شرشابي اللي طول عمره بيشتغل في المبلول والمسروق وانا اللي بغطى عليه اسأله عن صفقة الغسالات الاوتوماتيك مين سترك فيها مش زيزه الكهربائي برضو دون اه يا صدام باشا ازاك اه بتاني يا باشا دا بقلغ من مواطن ضد مواطن عادي بقلغب بالسرقة وانا بعمل وكبي لا انك انا عالجمال احنا ما نجملش عز منك بس يا ده محضر رسمي وانت فاهم بقى باشا اه طبعا تشرفني استنيك يا باشا سلامك ما جيتش تجاوزتها اللي اه مش قادر تتنازل وتكسبني ده انت حتى لو كنت جيت عزتني في مراتي اللي راحت كنت ركبتني حق اقاله كنت حاولت اصلح الغلطة مهما عليك هتبدأ العيي الواطي والقتي اللي عندك اه يجولي ولحصل ده قرسك ودي عشان تهرف ان يقدر عليك ما يقدر على القدرة اللي ربنا يا باشا عيب وانت حتفضل طول عمرك حقود وغبي وخسران عارف ليه؟ عشان ما عندكش ثقة في نفسك بتشك في كل الناس حتى في صابع ايديك كده بقى يبقى تعمل لك كليب زي اللي شفته عشان تفضل طول عمرك عينك مكسورة ووشك في القرض ما عايش اللي يكسر عيني يا باشا ما عايش اللي يكسر عيني يا باشا طب طميني عليها مفتاحة هو فين دلوقتي جوه عند عاصي وبيبي حقق معا طب ينفع هدخله؟ لا طبعا مينفعش هم يخلص التحقيق هيخرج طب انا عايز اشوفها يا مفتاحة طب هقولك على حاجة يا ابني انا ورايا شغل كتير الله عمر انا شغيرك ولا ايه؟ قعد استنى شوية طب بالراحة يا مفتاحة بتزهع ليه طيب حاضر هنعب ملتشفات خريط موسيقى موح بالناس ليش ناس مش كده جاهبن متاحة أنا عاد قالي كتير أول غادة طويلة وهفي ايه بالضبط كل ده محضر المحضر الجامعة دي ده روح يا ابني وطعان بكرا أحسن روح يا ابني وطعنا بكرا أحسن بلابسورتة دي هي سايبة ولا ايه يا جماعة لا خلي بالك بقى اني فعام بالقانون كويس قوي اه اخويا من حق وغرا من يقدر معاه ومن حقيني كمان يشوف المحضر ده مزاعة ليه انا مش مات زيادة! ولو سمحت ما تعملش على الاني تردها مع انا! اه! ما تعليش! تبترد عليها بحمك؟ لو سمحت يا باشا ما تبسي ترطمي بعد اذنك! قد لو ودك اوه على رمضان! يا خدني على حال يا باي! يلا! يا باي! 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 اطلع الدم! ماشي! ماشي! اطلع! فيها يا حكسات! حجمان يعينا وكل ايه! اهلنا زيدان باشا! اولا انا اسمي سيادة اللي هو زيدان! ثانيا انا وانت مش فهم ان انا من حقيقي كان انا بقدم استجواف لوزيرك بسببك! انا فهمك بقى! يا فادما انا بشوف شغلي! شغلك تعمل محضر بادلة وتحاولوا عنياغا! بس! مش تتطور عناس محترمين وتمرباتهم معك! يا فادما لو سيادتك مش عاجبك الشغلي ما تيجي بقى مكاني وتشوف تعمل اللي انت عايزه! يا ابني انا كنت مكانك لغاية ما بقيت مساعد اول وزير! كرمي معكم شعيبة ودهم مخبرين على اولي حالي عدد! فين يا ابني سيادتك عاقد عادة! فين؟ في الدور التالي! طيب! وسمي نفسك جسمه مرحبا! بس بس! بس! يا ولادي الجنية! لحياته تجيبه الكلام ده ازاي! انا هقولك اللي حصل! زيزو بعت لنا ماشي الوقت وهو موجود في الاسم! يا عبد انا بتكلم لنا ليه يا ابدأ قلت باعاك! قل له هو! في الوقت اللي كان الامين رجائي بيصور الكريب اللي عاصم بيقدر فيه الرجل الطيب! اه! ان عبد الرجائي ده بقى حبيبي! وكيفه عدي! خنصت المشوار ده كله باعه بتلتمية جدا واسبع! تلتمية جنيه واسبع! وبعتها اللي بلوتوس! يا عبدالحرامي يا تلتمية جنيه وانت واخد مني خمسمية جنيه! عشان اشترب! الحشيش ده مش مفلوس ولا ايه! هتخلينا اغيب عليك في محل اكل العش! وعورك في حواكبك واخفلك من على قرطك! والعش والمعل! والصحابية اللي بيننا! فوقك بالذكريات دي يا عشابرو! والقميس البن! مين اللي جابوه لك? انت اللي مختاره بس ان اللي دفعت تلاتين جديع! والخمسة واربين جنيه بتأكدش نبيع! مين يا بكرو? صدق يا راكبت دي لغلطة يا عشابرو! حك على يا! خلاص يا عماء مين يا رزق منك ليه! تفضلوا! 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 منو بينك لو سلسعت معانا يعني هنعمل من الكريبات دي البون! الله! وتبونجوم! بالبلوتوس والكريب! منك لله يا زيزو! جبتني مصبتين! ويكون في علبك! اللي قابلنا كلهم في الاسم حبايبي! وبصورني كربات كتيرة اولة بتضيرك! وحطوا بقى نجمة يا بك! وحطوا بقى نجمة ما تقلقش! حم يا رب! حم! طب اقول لك ايه! واحدة هنستدها زيزو كتير! زيزو راح مشوار مع زيدان الدوري! زيدان الدوري! اه! زيدان الدوري! طيب اه معالي مياد هنعمل ايه مع الوضع علي! موقع علي ده سبب المصايب كلها ولا! لا! انت كنت تعرف ان علي شغال في المسروق? ياابي ما عرف شرع الحاجات دي! ولا منغل الفه دوران! ياابي بأ! بفوق شرعي شرعي عرف علي وبأ عليش! ولا كأه آد! تخد الفلوس بتاعتك عده وقبرنا! شابرو! كنت تعرف ان علي شغال في المسروق؟ يعني انا كنت نام على وداني ده مش شغال في المسروق بس! ده شغال في المسروق والمقلوب والمبلول كمان! لا سلام توداني! مقلوب يعني ان هو بيمسك الموبايل بغير بودرة بتاعته بيخليها بودرة يا الله يا خريب بيتك هتودينا في داية اسمها بوردة بوردة ده يتقوه بغير الكفر بيخليه كفر تاني يعني بيدمر الموبايل كله كفرت سيئاتي كفرت سيئاتي منك ليلة لما انت عارف ان هو بيعمل الزفت دا كله ما خبطوش على مين على وشه وليه بدأ ما هروح قولنا في داية يا عم يا دي الكلام ده كان هام الشهاوة وعلى فكرة الواد علي دا ما بيشتغلش الواحدة يا باكره دا ما عايش وقت عال ساعة بيشتغلوا تحت بيري السلم بيمرمطوا البوبايل كله بيبرمجوا هتنسيني الكلام منك للا بقولنا بخد الوصل بتاعك راجعوا وقطعوا قدامي يلا تشكرين يا عم يا دا بس بيني وبينك يعني اللي انتو بتعملوا معنا دا ما يصحش يعني قدام العالي السريحة والعالي اللي بيبيعوا طيار يعني كفاية كده ولا انتو لسه بتشوكوا فينا وبتدونا وصولات امانة وحاجات كده يعني اخصى عليك يا شباب سادة بقى تزعلني منك او ممكن ميتين كنت مزنوق فيهم وحابب اقول هوملك وفيها برضو الكلام دا وفي عمالينا وعماليلكو برضو يا جدع احنا واحد يا جدع بس النمر دي بنعملها مع العالي عشان باسي كله يخد باله ايش ما تزعلش مني اسمي عادة بكره جاي في طريقة ووصلك ولا ايه للا باتفق بقى العبد الرجاي هيروحي على اقلوه في الاسمي وصوروه لك ريب تصوروك لوحدك؟ طيب عبدالك ايه اطلق بردك بردك برده 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 علو علو ايه يا عم زيزو انت فين يا عم عند الزيدان في المكتب طب انت هتريب عنده لا انا هقفل وهطلع بقى طب انت جاي؟ ولا ايه نظامك بالزبط؟ ها شفته دي مصيبة دي ها طيب ماشي ماشي هستناك هستناك لما تيجي نتكلم بقى يلا سلام بقولك انا هاخد الفلوس معي مش هسيبها في الخزن ها حاجة في دماغي كده لما تيجي هقولك ها عشان بس لو جيت فتحت ومليتش الفلوس ما تتخضش ها سلام بقولك ايه؟ منك لله سلام ما خلاص بقى يا عبدالعزيز بيه ما الموضوع هتفض ما انا لو عدت هالي يا باشا هيسوق فيها بص سيبني انا اتصرف ولو ما عجبكش باتصرف انت بعدين والله العظيم يا باشا لولا ما عليك لكنت فرندو لكن اعمل ايه؟ اللي تشوفه سيادتك لا 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 بص يا زيزو انا عايز مزاجك حلوة الاخر ما تنساش انه بكرا معنا مع المحافظة بقولك يا باشا انا زبطت كل حاجة وعملت الحجز بقولك يا مالين لا تيجي معايا بكرا تشوف قرية اخوك السياحية والمرض غير جاو ممكن برضو بس اقول لي يا باشا بعد يزنك بصفة سعدتك يعني مساعد وزير سابق هو فيه تعليمات عليا للزباط يتعاملوا بسخافة مع الناس محوش عني يا اخوك يا زيزو انا مش قده يا باشا والله العظيم ولد بيعزك جدا وكان نفسه يجي قابل معليك بقى هم شرفنا في البنك ورايط جدا حيتراقها كمان بس يا ريت بقى يخليه في المحاسبة وبس يا باشا البلد محتاجة عالي التأهيل طبعا اللي محتاج يتكلم في البلد لازم يبقى على دراية كاملة بالمخاطر اللي بتتعرض لها من الداخل والخارج بص بفوت علي يا معزيزو انا هشرح لك بعدين يا وديد ها يلا اوصلكم بالعربية لا باشا انا عايز ساعدتك عشر دقايق كده توقل انت الله واحمد ربنا انك هتنام النهاردة في حضن أمك مش بس الكلام ما انتهاش بينا هنكمله بعدين شرف السلام عليكم مع السلام سلام عليكم ايه يا زيزو كنت عايز تقول ايه والله يا باشا انا استخرت ربنا وقررت رشح نفسي للمجلس الدورة الجاية بس ده لسه بادري ومالو اللي اشتغل عليها من دلوقتي وانا طبعا محتاج اسمع خبرة حضرتك الطويلة في المشوار ده وابدأ من اول السطر مش معنى يعني انت عمرك ما فكرت في كده مديك شايف يا باشا بقى انا نتبهدل والتجرجر على الإقسان الحصانة الحصانة يا باشا خلينا نشوف شغلنا بهدوء ايه بس عوض المجلس الشعب زي ما لو حصانة عليه قيود كمان يعني بس لان مش هتعرف تخلص شغلك بنفسك دي بقى مقدور عليها بس السيادتك توافق وترحق ومالو خد مقعد لعمالوان الفيات بس لازم ترضي الحاجة طوخي عشان ده مقعده سعدتك انا مستعد لكل حاجة ماشي بس فاضل مشكلة صغيرة عزيزو مجلس الشعب يعني وجاهة وسمعة واسم نظيف بتفهميش غلط انا عارف ان انت راجل زي الفل اللي تقول علي يا باشا اذا كان اللي اقول علي باتتجوز سنها هو راجل المفضوح ده كلمت كويس انه هو اكلمني مش احسن ما يكون طلع على الوراتين انا عارفي دول ساعة انتخابات ويبقى المجدس بالنسبالك باي باي ايه ده ايه ده يا جمالي بيحصل ده حرام والله دي جريمة ضد حقوق الانسان والله يا بقى هو اللي جابه لنفسه انت نوي تعمل ايه في الكلاب ده مش عارف يا اياد مش عارف ده ايه يا عم زيزو هننشره طبعا انشره فين يا اخوة في التلفزيون يعني لا هننشره على النت عشان العالم كله يشوف ويتفرج على الافترة اللي بيحصل ده ايوه بس كده يروح في دهيا رسمي ما في ستين دهيا طالما فاسد ياخد على دماغه ايه؟ ما فكرتش في الراجل اللي بيتعذب ده ما تهدى علينا شوية يا عم الثوراجي ما تهدى علينا انت شوية يا عم زيزو طب اخوة قاله بقى لهم لسانك قدام الرجل اللي مزبطنا اهي مزبطنا دي بقى فحد ذاتها فاسد او 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 انا زهيت من ام الكلمة دي بقى يا ابن لازم ببقى فيه فقير وغاني وغاني وفقيرية الدنيا كده الغنى والفقر بيدربنا لكن لما الغنى ياخد من بوق الفقير عشان يختني ومين بس قالنا ده اللي بيحصل لا الفقير ده يا اما غابي يا اما كسلان يا اما بقى يا رجل متواكل يا سلام يعني انت بقى عايز تقنعني ان كل الشباب اللي مش لقين شغل دول يا غبية يا كسلانين يا متواكلين هم اللي مش عايزين يشتغلوا ما عندك انا هو مثلا من وانا عائل زغار قد كده شقيان في الشارع حلمت ان نمسك قرش وده قانون ربنا خلقوا في الدنيا على قد ما تتعب بتاخد انما اللي بتكلم عنهم بدول بقى يا حبيبي قاعدين يحلموا ويشتكوا بس ما هو لو كان في قانون يوزع الساروة الواسطة بين دول ودول الحق بيعرف صاحبه يا عزيزه ومين وكلهم يوقفوا من الاغنية والفقرة ومين يضمن لو اخدوا من الاغنية هيصرفوا على الفقرة وميحطوش في حساباتهم برا واللي بيدفع رشوة عشان يمسك وظيفة حساسة لما بيبدأ حياته المهنية ما بيفكرش في اي حاجة غير انه اللي اللي دفعه بس ما فيش حد بيدفع رشو عشان يخدم البلد انما لو كل الناس شالت ايديها وثبت القانون يكافئ المكتهد ويحاسب الفاسد البلد دي هتبقى اعظم واجمل من كده بكتير طبعاً لكن بقى لما.. بس منك له ده از بقى للماليا دماغ كنت الجوز دي علي النعم انتو لو متخصوني كنت بلغت عنك وخلصت انا هقولك على حاجة اخيرة يمكن تعرف تنقلها اللي بتوع الحزب بتاعك ده وانا مقدر انقل الكلامك ده ارغي يا اخويا اقسم بالله العظيم ان الناس دي عارفة ومتأكدة انه هم فاسدين وحرمية لان الدمير ده فطرة زي الجوع والعطش كده اللي قدتة لما بتختف من قدامك حت السمكة بتجري عشان تاكلها بعيد لانها بتبقى عارفة انها سرقت لكن لما بترملها انت راس السمكة بتقعد تاكلها جنبك وهم طبعاً مناصبهم مطمناهم وعملين نفسهم مش سمعين صوت المحتاجين لكن استفزازهم للناس بكسبوهم عن التلمية والرخاء هيخلي الناس تندفع لحاجة واحدة بس.. الثورة ها 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 الله قالك صورة لو الناس عايزة تصور يا حبيبك ما صاروا من زمان الكلام ده بقى كلامنا اسم مثقفين مثقفين زي حالاتكو كده والمثقفين بتوعنا دول عاملين زي تجار شرع عبدالعزيز والموسك بالزبط بيشتغلوا في المستورد والمبلول ويقولوا عرب داعة الخواجات أصلي والبضاع الصيني مضروب بس هم بقى ما عندهمش بضاع من أساسه والناس غلابة بتشتري الموجود عشان كده بقى احنا ما عندناش خدمة ما بعد البيع الكل بيبيع وخلاص يا عام واليد يبقى خلي المثقفين بتوعكو دول يشتغلوا من دماغهم يفكروا في اللي شبهنا ويعملوا اللي يخصونا عشان يبقى الأصل بتاعنا بقى أصلي طب وزيدان الدوري هيسيبنا لنقلب اللي اسمه زيزو دا؟ يا ابني ما أنا قابلك كده قلبت زيزو لصالح زيدان وخليته كمان يشيل نصيب زيدان في القرية داة وهي كانت وقتها مش شغلة وقفة 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 لكن دلوقت القرية شغالة ولها اسم وأفواج ونسبة الإشغال فيها عالة كل دا أنا روانة اللي عملته انت بس ركز كده وزبط زيدان وساعتها هيبيع زيزو واللي جابه زيزو انا مش هقرب هزبطك ولا هزبطه ولا لسه هزبط مين بالزبط صدق انت مركز في حاجة كتيرة قوي انت كل دا شغل نفسك دي انت حتى لو زبطت ميت واحد فوقين كده كده انت الكاسبين وانا مش فاهمها انا احنا جايين نفضل عالين في القودة ما تيجي نطلع برا نشوف الميا ولا نشوف الدول ما تيجي نقل بس الميول قبل؟ اللي بتاع الفتاة الداخل ما بقاش اكل معايا دكتورة لبنى لطفي حضرتك هتسلم ورق الطلق وتمضي موسيقى 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 وواصل فيك يا أوي كده عايزي باحها ليه؟ يا سيدي هو خطته كده يشتري القرية ويشغلها شوية وبعدان يباحها وعلى بكرة زمانة دلوقتي قاعد مع المحافظ بيمدي عقد قرية جديدة باردو يشغلها شوية وهبا يباح وطبعا مش هتنسيني طول ما انت يا حياتي فاكرني عمري ما هنساك عبا طب ممكن اسألك سؤالي؟ نو 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 ده وقت اسئلة نا لما انتوا سامنا على عسل اول كده والرجل سددلك ديونك وانقاذك من السجن عايزت باعيه ليه؟ عارفك رعيب جدا جدا اللي انت قلته دلوقتي ده عشان بباع له قريته وبمكسب كمان ده اسمه بيزنس طب تم جنيلك بقى وزبطيلي زيدان الدوري عشان انا محرج منه ايه ده ايه ده ايه ده انت فهم غلط خالص زيدان الدوري تحديدا انت لازم تزبطه بنفسك وما تنساش اللي اتفاقنا عليه هتقوله ان انت عارفت موضوع باع القرية ده عن طريق واحدة صاحبتنا مشتركة ما بيننا احنا الاثنين لغاية ما تمضي وتسجل ده انت بقيت العيبة قوي ماهو اللي ينزل الجبالاية يا عمد بي لازم يتعلم الاردنة ليك حقا انا بعتليك امديل عشان نتكلم هنا على روائق لايد عن دوجة المحمول والحاجات اللي عنده ده خير اخوي كل؟ عايز اعرف انت دفعت اللي قد ما هلقول ده كا دفعت له ااربعين الف نعم اخويا بقى أنا أقول لك عشرة ثلاث تديلو أربعين ألف ما أنا مش هدفعك حاجة قولي بقى الموضوع اللي انت عايزني فيه أنا مش هانتقولها هقول أي كلمة اللي ما أعرف مين اللي ده بقى الفلوس زيزو زيزو ارتحت خش بقى في موضوعك المهم يبقى سنائت ده توملو هاندي هتتكلم ولا قوم مامشي بقى دين بقى هاندي لأنا مش ناصق انت كمان يعني يضحك على البيت وياخد فلوسها لأ بقى نفترة حرام سناء هي اللي عرضتهم عليه مرة واثنين وثلاثة وخلاص الراجل خادم وعمل محل بقى عنده محل وابضاع ايه بقى الموضوع اللي انت عايزني فيه خلص بقى عايزة باللغة يا كاسي دي إن عاصم طلق لبنا بانتباه يا حاول لو أنا قوتها يا بالله دي ست الستات يا أخي ما تتخيرش عن ايه بقى وانا بقولك كده يعني عشان لو شفتها ماشي لوحدها واي حاجة دماغك ما توديش وجيه الحاجة التانية ايه ايه دوري بيه طلع زيزه من الاسم من عند عاصم انت عارف إنه قرش ملحك يعني قليل الموديه السلوط هقولك أنا هنعمل ايه هناخد يديه نروح نبوز دماغه عشان عاصم باشا بس بقولك ايه هو طلعها يمين من التباه يعني ولا حيبضها بقولك بعت لها وانا ايه اتقى الله يا ابني ما كنت اعرف لانا ولا امه الا بعد ما حصل الموضوع ده بس بقى اعز اقولك حاجة بتاعت ربنا فعلا بجد يعني او مكتوف هو لو خديجة المحمود اعتبه خديجة المحمود ايه خديجة المحمود ده اخي السينو بهي ايه 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 انت وقفة بالك كتير جهويا كلام كتير اول ومش لقى ايحد غيرك اتكلم معي طب تعالي دخولي بس انت شاكل كنتي خرجة يا سيط انت اهم داعلي ده انا وcampواني شوفتك انا وانتي همنا واحد احنا بقى لازم ننسى هممنا دي بقى ونبتدي من جديد يعني انتي قدرت تنسى عاصم عاصم هو اللي انسيني بالورقة دي خلاص انا بقيت حر عاصم تلايك عاصم فتح لي باب الزمزان اللي دخلتها باختياري كده تبقى مشكلتي كبرت ما صغرتش مشكلت الجواكي يا سناء وانتي لازم تحليها كده هتري هتجاوز زيزو واضيع mee يا ست افهمي انا لا هتجاوز زيزو ولا غيره ولو عايزاني انا اروح اكلمه احكلمه او النبي صحيح اطيب كلميه هو انا مش عايزة اتجاوزه علشان انا عايزة اتجاوزه انا عايزة اتجاوزه علشان انا احاسة انا ضعيفة احاسة احاسة اني عايزت ريومي في حضن امي وعايط بس خايفة اتقول علي يا مغنونة يا ست افهمي interactive research ولا إيد هتطبطب عليك إلا إيدك أنت أفهم بك كلمي والنبي كلمي لا حاول ولا قوة قلي بالله طيب وإنت قاعد نستحمل نستحمل كل ده ليه يا ابني انزل مش قادر على ده كله انزل يا حبيبي انزل إلا ما تنزل أنا هتصرف اللي تشوفه يا ابني اللي تشوفه نحاول لك إيها مع السلامة مع السلامة مالو صالح يا بابا أخوك تعبان قوي هناك الكافير مطلع عينه عايزنا بعت الفلوس منين بس يا بابا انت عارف إرادة المكتبة بقى إزاي الأول بدوني اتغيرت انت بس لو تسمع كلامي تغير المكتبة غير المكتبة ما عمله إيه يعني ما هي لفلو طعمية أنا بنتي طول عمري بشتغل الشغل هنا دي طول عمري ما بين الكتب والكريس والكشاكيل ما عارف شغل شغل هنا تاني خالص أنا مقلتش كده يعني بس لو فرضنا يعني ان احنا قللنا المكتبة صادلية ما ممكن تجيبه إرادة عسل من كده خصوصا يعني ان المكتبة في مكان حلو في شرع عبدالعزيز وانت بقى ترتاح يا بابا ارتاح؟ قاعد في البيت يعني أنا لو قاعدت في البيت يوم واحد أموت بعد الشرع ما تقولش كده ترخيره البركة يولي إيه الجواب اللي معايا كده زي أسمت الطلق دايقش نفسك أنا كده تمام مبسوطة الحمد لله أنا هروح الأجزاخانة اللي كنت شغالها فيها قبل كده علشان ليه فلوس هناك وبعدين عندي مشوار كده هخلص واجه على طول لبناء أنا مش عايزة كلمان دولت خروبي وتطلع كتير فاهماني طبعا تهماك يا بابا بس ما تخافش علي أنا بميت روكلي أنا بنتك أنا متأكد كمان ربنا حفظك يا بنتي يالا محسن دا الموبايل مع الضمان بتاع السيانة برضو عندنا مع ألف سلام السلام عليكم السلام عليكم الله أي ريح طيبة تنقرسلتك يا مولاد ذاكي شاعر برضو تبيع موبايلات بقى تبيع بطاطا هتفضل كل عمرك شاعر والله العظيم دا يوم مفترج وساعة قز تفضلي تفضلي الشغل ماشي ازاي؟ الحمد لله رب العالمين طمينين عليك أنا الحمد لله تمام أنا كنت جاي اعتذر لزيزو يعني على اللي حصل ما نغزه يا ريتو مسافر دا لو عارف ان دا هيحصل كان زيباني دلوقتي عايز يتحبس كل يوم عشان تكت اعتذر للوقتي عاصل ما بقاش جوزي على فكرة نعم من امتى؟ من النهاردة وده للعلم بس يا شاعر شاعري شاعري ونيلت ايه بقى؟ ومن اين ليه بالشاعر؟ طب انت الشمتين ولا فرحان؟ انا مش فهمة انا انا منفصم المشاعر والله يعني هي غمة ونزاحت الحمد لله بس اه طلق بجد وحقي وحقيقي ولا افصل بقى دي التلاجة بتفصل حلو المحلة على فكرة كان نفسك اللي افتتاح يعني بس مكانش يعني فهم طالما ده اول تشريف لجلالة الملكة عندنا يبقى لازم نقدم فرض الولاء والطاعة وعلى اعلى مستوى ايه ده ايه انا مش جاهة اشتري محمول لا 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 ومين قالك انك هتشتريه انت بس هتتشرفي وتقبليه عشان يبقى شرف لنا وجوال خط بتاعه خط بتاع اليه تقوم لما حوش ثمنه حاجاته مجرد بس انك تلمسيت وبيقبلته مننا وشرف لنا يا دكتورة استاني وبعدين يزعل منك بقى صاحب المحل صاحب المحل صاحب المحل لو كان وقف مكاني بشافي الابتسامة المشرقة دي كان وقع من طوله بقولك ايه قولي عليهم ما تبصش في الساعة يا حاجوهادان ما هو كده مش حنلحق الطيارة وايه وعتولي ان احنا حنبات يا ازدان بيها يا ازدان بيزكت خايف من الحكومة اتصل بيها وخليها تاجي وتحصلنا الحكومة لو جات هنا يا حاجوهادان مش حنمشي ولا اسبوع وانا عندي مشاغة كديرة جدا في مصر والله خلايا الطنج ما انت ماشي وحتبعد معنا الليلة او تتعشى معنا وتحضر البيعة كمان بيعت اي دي الكرية دية عبدالعزيز بيها يبيعها هي لا انت بتغذر لا دا حقيقة يا فيا مجنون دا وله احنا جاي انبيا ولا نشتريه هو عايز الجهو احنا لازم نكون معاه ونوفقه كمان فكو زي يعني ايه الطلاق بالتلاتة من انت ماشي ومجبوب عليك النهاردة وان شاء الله انجعدك في احسن جناعي هنا ايوه اتنا عملي قرمي نفسي بالعربية عشان اخلص من النب احنا حابينك وعايزينك تقعدوا معنا كتير ايو اي ايه نعم طيب وده حصل قمت مش عارف مش عارف يا اياد مش عارف يعني مش عارف الله ايه لد مين يا عم انت عم رومانسي فكك من مغامراتك دي طيب انا هكلمك كمان شوية ماشي سلامي بتكلم مين اللي ابن اتطلقت يا وليد اتطلقت احسن طيب وانت مالك مش انت اخويا وابن البكري عايز اعترفلك بسير ساعات بحس اني مش قادر انساها هو انا لسه بحبها بقولك ايه بقولك ايه عم زيزو طيب هي اتطلقت انت بقى يناوية ترجع لها ولا ايه اول ما اياد قال الخبر استغربت احساسي يعني اتلغبطت كده بقت حاس اني عايز اشوفها وحاس اني ممكن ارجع لها واني لسه يعني في مشاعر ناحيتها بس اتهيت اتهيت وهي اتطلقت امتى بقى النهارد تسأل ليه طيب قولك ايه قوم 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 نبي قوم قوم رحشوف شغلك ولا شوف حاجة مهمة اي حاجة تعملها يعني اشغل نفسك في ايه يا عم انت ما تتكلم تكلم ايه يا عم دي ما بتضيعش وقت دي عاملة زي التكتك عارف التكتك التكتك الجديد ده هي عاملة زي وبالزبط نزل واحد من هنا لأ واحد تاني يراكب على طول صدق ان انا حمر صدق ايه بقليك انا اللي احمر ما انا بتكلم معاك فتلك اخلاص كبير تلي اه هي الحقيقة اصلها بتوجع اصلا انا جيت لك عالجارح يا زيزو طب اقولك دي ما تكلمهاش في التليفون ولو اكلمتك ما تردش عليها جيت قابلها وجها لوجه واللي احساسك يوديك لي هو ده اللي تصدق وتمشي غراء طب او منزل الميا يلا ارجع الميا ارجع جتح اه ما خلاص خلص اتحكتي من جارتي بص بص الحركة دي بسم الله معلم بهلولي وربنا احسني افضل اصيلة يا شابرو كله بقنا عشان رد سجون معاك ده انت جدا عيب ما تقولش كده السجن للجدعان اه اه اتعب في الخيابة يا صحيب عده ازنك يا معلم بهلول يعني لو الزمن رجع بيك لورا وانت قاعد مكانك يعني وانت هتسرق المعلم الشرشاب وتاخد فلوسه انا بقولت في الحق اصابره حقك ما تمامت اللقم علينا حقك طب الحق بقيت يا صابره حقك يا حقك وبعدين معاك يا فادع لا اسب علش طب وانت عملت ايه مع المعلم انديل في الفلوس يعني اتلقى معاليا ورد القبال سودنا 40 الف بدر 65 طب ما حلوين اخويا 40 الف بدر 65 اقولك على حدا انت ممكن تفتح فادرينا انشاغل اللي 40 الف بيعملولك ميت باكو في الشهر من اقصدك في كده ايه رأيك تحط الخاميره اللي معاك على الفلوس اللي معايا ويشتغل ساوي واسيب زيزو زيزو ده خالص خلاص ما بين زيزو زيزو خالص 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 رب خالص ما تزمر اللي تشوفك عادة ما في زيزو هايتفاك خلاص باشي بيني وبينك معالم بهلول زيزو نفسه كبرت علينا اه نفسه كبرت ويدو طاولت وعينو فرغت وخد اللي ما ينفعش الدفع في لوس عشان يرجعش قبل ياه الدرجات دي الشايل منو خدها من الكلمة قالها معلمين على البورش الغدروا في حرامهم برضو اللي يخونك في فرشك ودفاك اللي يبقى موته دواه ودواك ايه بص ليه يا معلم بقلولة بقصة بص يعني تنفع مطلع اغنية اللي ايه اللي يخونك في فرشك ودفاك ايه تشداله اللي ما تفيروش حاجة اللي يبقى موته دواه ودواه ربنا بركلك يا رب طب هو ازيزو خالك في ايه تليك عارف بتشتغالي لو ربنا وربنا ولا عظمي يتحرق زي السجارة اللي انا ولا احد سالي 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 بطا الزيحك بقى ايه سالي يا شابره السناء حبيتها الشابر ماشي بعد ما انت طلقتها معلم بقى انا اتعرفني يا جادع انا اتعرفني لأ انا معرفش انا اتعرفني انها بعد ما طلقتها قوم بينا ان اعمليا قوم بينا يا شابر ان اعمليه طائلة قوم بينا يا شابره طب اللي احنا плاما عزمك يا شابره برا يا شابره طب احنا بتشايش يارا اوقم بينا حاضرا معلم قوم بينا انت لوقك عيدي руг كاعي وسkeys انقوم بينا كنت استرددت نصيبي فورا نصيف ساعدتك محفوظ يا باشا ايه بس الرقم اللي انت بتقول عليه ده رخيص جدا يا عمد بي وانت عارف ان وزيزو ده تربيتي هيصدقني واي كلام حاوله وحيمشي انا مش هاوي يا باشا وعندي نظر ونظر ساعدتك ده في حدود كام يا عمد بي اللي تشوفه معاليف بس بشويش علي طيب انا هاخده ده روانهان مرتين روانهان انتاخد من البايع يا باشا لا كده حضرتك مش بصدقني واحسن بقى ان انهي الشغلانة دي اتنين مليون بس تبنشيلي بالسعر اللي اتفقت معك علي يا عمد بي انا بقول لحضرتك ان عبدالعزيز وروان دول تلمزتي انا هاخد الضعف يا باشا اربع مليون هم دول اللي من تحت الطرق يا صحب بس لو روانت اللي هتواخده اكتر من اتنين مليون انا هزعل جدا يا باشا وانا ما قدرش على زعل معليك يا باشا ما تاخذيش انا برضو محتاج اصدق انها ماخدتش اكتر من اتنين ميلون جريه وحيات زدان بي مش هتاخد اكتر من معليك يلا منتكل على الله وانسجل بكرة لو لك في الشيشة خش دوس انا ماليش فيها والله انا اتخلقت من الدخان بس طب بقول لك يا زيزو ما تسيب الرجالة كده تشايش براحتهم من روحنا صبور يا روان صبوري عايز اقول لهم كلمتين جول خلينا نفوق للدخان جول بص يا عمي دي الخرايط وانتوا بقى خلاص عرفتوا طريق المهندس بقى امر اللي من بكرة الصبح عايزين نبدأ شغلة على طول خلاص افهمنا جو ام بقى مع الحجة المزة اشوفها عايزك ليه اهو قال لك افهمنا قوم بقى مع الحجة المزة وانت مستعجلة ليه بس الراجل احد من بدر المستنيك المفروض نروحنا قابله دلوقت يا ستي ما هو قعد مع الدولي بيه يخلصوا وييجوا طبعا انا اخرج بره عشان مش وقت اكسجيني حسان انا خلاص مش قادر اتخنقت قد اتخنقت مفضل انت عامل بيه ها وليد اتركز معك بس بعد تلقى اتكلم عبد العزيزة عن مجلسة الوالدة وتسرع عن حارب قوله ان روان خذت دي مليونة تحت طربيزة وزيدان معروضة عن هيئتهم خليه يفاركش افهم؟ افهمت جدا طيب فضل يا باشا ازاي معليك اهلا لك يا باشا اهلا يا زيزي فضل يا رايز فضل اهلا يا باشا يا رايز كان عندي شوية شغل كده بالامه يا بسم الله والاهم معليك يا باشا طالما كده كده حضرتك حضيفنا القرية قريتك يا رايز عمدت بالمشتري الجديد أستاذ عبد العزيز صاحب القرية كلها كله بعد بقى بالعكس أنا حاسس ان احنا حنتفق ان شاء الله ده ده بقى يا زيزي وباشا السعر بتاعي ولي يا معلي الباشا الاسعار هنا كلها كده والسياحة اللي عبتي ايه رأيك يا روان هانم رأيي في ايه بس انا النهاردة موظفة بس وقعدة معاك وديفة شارف بص يا زيزي انت عارف ان القرية دي اتبنت على ايدي وعزيز عليها جدا بس السعر اللي مادم وعمد بيه برضو مش وحش بص يا باشا مزعلش مني واضح ان انا هستنى على البعد لحد ما اسمع سعر احسن سدقني يا باشا ده سعر النهاردة والتأخير هيحرم معاليك من استثمار تمانها في اي مشاريع تاني الكلام معاول جدا بتفكر فيه يا زيزو مزيدان بيه قالك المفيد شوفوا يا جماعة انا اخر كلام عندي تمام عزيزو ديه دوقتي ددوقتي الو ايوة حاجة لا احنا زي الفل ايه لا احنا كويسين اه 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 يوم بعمر الله بكرة صبح هنكون عندك ماشي مش عايزة حاجة؟ النبي سلام مع السلام كنا بنقول ايه؟ كنت بتقول اخر كلام عندي ايه بقى؟ قابلة اخر كلام لازم اضمن الكمشن بتاعت حبيبتي القلب مين حبيبتي القلب دي؟ روان هانم احنا هنتجاوز غرايب قوي بس طبعا البزنس برا الليلة انا ما عملتش حسابي على كده طال او ما هتتجاوزوا هتبقى المصلحة واحدة يبقى تاخد ليه يعني؟ سيبك مني انا بس يا حبيبي شوف انت بس شغلك وانقدر على اقل احنا لسه ما تجاوزناش انما ده شغل وبعدين انت اللي جايبها المشتري هتديها كام يا باشا اللي تقولها باشا بس المفروض ان هي اتاخد من معليك عشان هي اللي جايبها لك المشتري الكلام ده لو هي سمصار لكن الستاتة الحلوين لهم بنستيش تاني سعر الاول انا اخر كلام عندي ده والهانم لها 2 مليون من تحت الترابيزة يا ابن عايز بيه انت مش هاوي عشان تقول كلام زي ده وبعدين السعر اللي عرضه عمد بيه ده مقبول جدا والله يا باشا انت حبيبي استاذي بس انا بصراحة ربنا طمعان في ساعة ربطة من كده كمان من مكان مكانك يا رايز خدوا هجبك ساري يا عمد بيه نودتلي عنصح مني ومنك ده مش نصاحة يا دور بيه ده علم ها 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 لا لا استني انا انا كنت عايز ولك على حال بس يا ابن والله العظيم ثلاثة انا لموافقت يعني انك انت تتجوز يا عاصمة انا كنت بفكر بعقل وقلب الاب معلش كنتش فاهم ان الموضوع ممكن يعني يعني يوصل للدرجة ده انا عاسف اتقولش كده يا باب انا عارف ان انت طول عمرك بتحبيني وتخاف على مصلحة ده اللي حصل ده نصيب انا رضيه بيه طب ثانيا بقى الفترة بتاعت العدة دي يعني مش بس عشان نحفظ الانساب لا ربنا سبحانه وتعالى عملها كمان علشان بدا يهدى شوية فهماني يهدى وده يعرف يفكر كويس يا رب تكون يفهمت الله لا لا احبت 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 باتك حرامي انا مش عارف انت عملتك ده ليه مالرجل كان عارد سعر كويس ده راجل تاجر بيشتري عشان يبيع وتاجر ايا تاجر ميلفش عشان تبس اتلاكز اعلانه على ال 2 مليون اللمولة بطة مستذراف انت قلت عايزين نبيع وانا بس جبتلك مشتاري اه لو ما كانش عاصلك في العمولة بتاعتك كنت خلصت معاه يا سيدي ما هو قالك مش هنختلف انت بس اللي علافت التربيزة بدري بدري اهو شفت بقى عليك ازعلان على العمولة فعلا هو انت عايز تزعلاني بالعافية لما تخديني قلبينا اخسر طب قول هو موضوع الجواز ده في جات؟ ولا الكلام هو فيلم هندي بس عشان يتقوم ماشي انت شايفة ايه؟ شايفة اني حمش واسيبك طيب انا كلها اسبوع عندي شوية شغل في مصر وهرجع اكتب وابدق معاك مشواردنا يا جميل صدقني حموتك مش قادر اصدقك ابدا الله اعملني كيه الله اشتغري بلد اهو ايه انتو هنا وانا قلت بداني عليكم ايه خير لا اما دل ما فيش اصلا الحاجة بتصلت عشان كانت قلقانا شويتين ايه كلمتني يعني وانا اطمنت عليها تمام ام ايه اول خدست عليها نايس توميتي وليد قل لي ايه عملت ايه؟ قلبت الترابيضة طبعا بونانا لتعليماتك ميه؟ رد 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 ما تكسفش مني؟ طب انا همشي هتتشتغلني؟ ماشي نايس توميتيو زيزو مه الو ازايك؟ اشتغلنى ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 يا شاب روов خيه أدعا توب أقولك قول ما يجيلك يبقديني مستايا ويستنوني قدام معرض الشرشابه تسريا تعاي ام também وقفة كدة ليه تبتأمIE إيه آشنا هلا، بغسل المتين لعبدالرحيم الله 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 إيه الشياكة دي كلها على كين بقى مش شياكة دي كلها رايح اتجاوز يا ما يا قل بطل هزار رايح يالوبنا بدأنا ميت ربنا يكرمك ويسعيدك يا فتا عايزاني اتجاوز يا ما تب اتعانيتني ولا بتعانيت نفسك مش دي لكتنا هتتطقى عشان هل سمعت؟ ولا ما كانش حب؟ حتى بعد ما اتطلقت من عاصمة بقولك إيه، اسمع كلام عمي تعال انا وانت نروح نطلبها من ابوها المرات بقى مش هيقدر يكح وهي تتمنى انا رايح اتجاوز يا امه بس مش لبنا يا لا امي مش لبنا امه مين مين امش عايز امت برماج بالحوارات دي امه هي غلطة كده امي غلطة وانا بل امه غلطة؟ ومين بقى الغلطة دي ان شاء الله؟ سناء يا لهوي يا لهوياني سناء تسيب الدنيا دي كلها ومتلاقيش غردية؟ نسيت اللي حصل لابوك زمان؟ نسيت مراتك اجيانك هتتطخ بالنارة عشانك؟ لا بقولك ايه؟ بقولك ايه يا ابني؟ كله ايه دي؟ ولا عايز تقهرني؟ جريه يا امه بقى لا لا يا عبدالعزيز يا امه فهميني ايه فهميني؟ افهم انا ادخل على الانتخابات ودي غلطة هتعملش اوشارة وهتحرمني من دخول المجلس اعمل ايه بقى؟ انتخابات ايه؟ واحنا خدنا قيم الانتخابات دي وحنرجع ايه في الانتخابات دي؟ ايه لا دي يا ابني؟ لا يا ابني ايه لا دي؟ صلع عزيزي بقى يا امه برا يا مواطف انت نوبي اتناوي بقى اتموتني مقهورة لا معاش اتناويتني مقهورة اصبخ معاش ولا كانت لموتك مقهورة كده برضه هون عليك تنكلي عليا يعني هون هون مخنوق ومدايق وفايل مكفيني ينفع؟ ايه يعني خلاص اتناويت سيبني الوحدين يا ابني بتعلم مناش جهيرك يا ابني لما انا حاجبها تعيش معانا هنا جمان بقولك ايه؟ انا لا طيقه ولا طيقه اشوف خليتها احرام عليك يا ابني استني استني لا يا باشا لا يا باشا كله تماما انا جاهز لا اجيبي المقزون وجاه على طول ربنا اخليك سلام فضل 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 لا يا واطف ايه؟ ده بدان ما تتعلي دعوة حلوة كده من قلبك دعيالك يا ابني ربنا يا سعدك سلامة ربنا يا سعدك يبعد عنا كل شيء اراضي دعيالك يا ابني دعيالك ردك هي على الكليب ده يا حضرت النقيب سعدتك لكم نينة الوزارة بعتقولي والوزارة جايبها من على اليوتيوب لما هو الانسان بعتطلهم مذكرة وباسمك العالم كله بتفرج على فضايحك عملي فيها بطل الابطال انا نصحتك قبل كده يا عاصر وانت بسمعتش كلامي واريني بقى هتعمل ايه قدام الرأي العام يا باشا دي عال سوابق ومبرمين والقانون رواحد ومش هجيب للناس دي حقها يا باشا احنا لما بنضغط عليه من العال دي تعترف والحق بيرجع لصحابه تاني؟ يعني انت مقتنع بكده؟ طيب ايب اقولي الكلام ده بقى في التحقيق انت من دلاتي موقوف عن العمل يا حضرت النقيب فضل نمضي بالعلم ومن بكرة تدور نفسك مكتب عشان اداهوا معاك التحقيق عالسلام ايه عم بس الرومانسية دي كلها؟ رومانسية؟ رومانسية ايه بس؟ انا حاسس ان المكان كله هنا بيبص علينا ايه سلام ايستفهيني يعني انك وامرك ما خرجت مع واحدة قبل كده تخيالي؟ ولو انا كنت خرجت مع واحدة قبل كده كنت هبقى قاعد متوتر بالشكل ده اسيبك انتي وليلي بقى وانتي ازاي مامتك سايباكي تخرجي لوحدك وانتي مفاهماني انها امين شرطة طب وطي صوتك احسنين من الشرطة يسمعك ليه انتي جايبها معاكي ولا ايه؟ هيل قاعدة تقراك بردال هناك انا هنهيس بقى ولا ايه؟ مش تهيس والله ماما الله يخرب بيت جنانك اللي شوفت قاعدة هادية كده في البنك ما يخطرش على باله حركاتك ديه وانت مالك مرهوب كده ليه؟ شكل اسبالة طبعا انا هفاكر ان انا خارج معاكي من وراء اهلك انت لو اهلك هما اللي هنا وانا اللي مش عارف طب ايه هتناديها ولا انا سلم عليها انا مش عارف عامل ايه؟ سيبها براحيتها وادنا نقول لك انا بعملش حاجة من وراها قول بقى اقول ايه بس؟ لأ انا هان علي يا اما نطف النية يا عم هي من افضلنا واحنا نعمل بشواغتين بالنا طب اقول انا طيب؟ تقولي ايه؟ بس يا سيدي انا اول حاجة شديتني لك شكك حسيت كده انك واخد الحياة جد بس فخدت اسمك بقى وعملتلك سرش على جوجل لقيت عندك مدوانة دخلت قريب فيها كلمة كلمة فرقاتك يا عم جوجل وعجبك اسلوب يطور عندك اخطاء نحو بالهبل نحو؟ النحو ايه بس بالوقت؟ لا خلي بالك انا بكتب قصيد بلغة العربية الفوصحة كمانا بالفوصحة كمانا؟ ايه بقى اكيد انت بقى اسمه وايت اللي كتبتي القصيدة وعلقتي على كمانا صح؟ صح عجبيتك؟ قريبت كلامها؟ اه وفجره كمانا يا طالع الشجرة هاتلي معاك فكرة تكبر وترقينا ونخوفنا تشفينا وتردنا احرار وبعهدنا ابرار نحلف وقت الخوف وتردلينا تشوف عمانا يبقى نهار وعمانا يبقى نهار طيب 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 اتصرعت يا فاتف سامو عليكم يا طانت تانت؟ خش يا خراب البيوت اما الفين سنة؟ موجودة اعمش الشابي انا عندي طانت النعمة هو معا المأزون متفضل يا مولانا زواج سعيد ان شاء الله ربنا يبارك لك ايه الحكاية؟ زي ما تقولي كده اصلح فشت السخان البيضة فشت السخان مش صلح ناعة يا سنة بقى حاجك بقيت معاك الدوري بقى والحاجة قنديله ونابة متنساش وبطيقكم عشان نعملوكو فيش تشبيه ما تبلل الشرباط يا حاجة بقى يا بانتا كريم يا رب ايه من عناي يا اخويا حبلل الشرباط حالا موازة تأخرت عليك يا احلى واجمل سناء في الدنيا دي كلها والنبي يا ودي انت باين عليك ابن حلال ده انا يظهر كنت فهمك غلط بس انا مش عايزك ما عندناش بانت تقول لا خش يا مولانا انت عالانتريق يلا حاجةنا البطايق كده وقسمت الطلاق عبال مواكيلة العروسة يطلع حاضر يا اخوي عناي بس انا مش عايزك ايه هو بالعافية طب قولولي يا بكرهاك كده وناخد المأزونة التكل على الله طب انت جاية تتجوزني علشان بتحبني ولا جاية تتجوزني علشان شفاء شفاء يا خرابي يا بيت تبطالي جديني الناس طلع على السلم خشي جهازي يلا طب انت جاية تتجوزني علشان بتحبني ولا جاية تكسب فيها سواب نكتب الاول ونروح بيتنا هنا اناك قولك كل حاجة ماشي وانا مش حتى بالكتب غلا معرف انك بتحبني قد ما بحاجة يلا بيت تخش الباسي الورقة والبطاقة تمام يا ساتر يا ساتر اهلا نموات وتفضل حاج بيتك برضه سلام عليكم يا صاحب البيت اهلا وسهلا تفضل اهلا كبير افضل ابي افضل ابي ايه 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 مين حضرتك؟ فضل معنا مسيخات السيخات؟ انتم مين واعزين ايه تقول لي كيف حال كان انسان سيخة انت كمان عارف اسمها انتم مين فضل معنا خلصة شورة يا جماعة انتم اكيد ترصدو حد تاني خانص فضل معنا فضل بقى طب سواب طب بلغي اخويه بلغي عندي طيب سواني لحظة واحدة بسوا لحظة واحدة يا جهي عبد طيب وحي شارع عبدالعزيز يا نسمى شارع عبدالعزيز حاضر خلي بالك انت بالنفسك بب شارع عبدالرحيم فقط في شارع عبدالعزيز حاضر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حي الصلاة والسلام ثانية واحدة يا مولانا قبل أي حاجة وده حكش الشهادة ده شيك بمئة وتمانين ألف كمسة وستين بتوى العروسة كنتمدي قيلة دورهم يعني والحمد الله دوروا وقسبوا وضعف كمان هيتبقى خمسين ألف جنيه ده مهر العروسة مصير يا ابن عبدالعزيز تربيتك يا حاجة كل شي بقوان طب والشابكة نفسي في شابكة يا زيزو زي بقيت العرايس يا ست نزل الساغة انت وطانت واشتري اللي انت عايزيها وانا رقابتي سدادة بحصل انا الدهبة عندي كتير المهمة عندي انت بسبب لي طائم لما نكتب الكتاب الاول يشوقайте يا الفصلغرس خدي يا ابن ادي العمك عندي للى 40 ألف جنيه بتوع و البقى حلال عليك انت وامراتك ده وطล حساب يا زر 1989 يكتب يا مولانا يا على لك نتوقيا تمتانا بالله بسم الله الرحمن الرحيم خلاص جس RESPT uzzy هي لي Kristal zeros هي got to the upbringing من المعزون ولا إيه؟ الحمد لله تمام ألف مبروك مجل الشعب إيه بسه بتاع إيه؟ يعني ما شوف مصدقتك دي لبخة جندة قاوي ما تركز بقى حج الرجل قاعد معنا الله طب ما أنا بقول عشان الرجل قاعد معنا والله يا زيدان باشا متليك الجنة أهل الدائر هارين أكتلضات ومفيش متشكلين دي حاجة خريبة جداً ما هو العمل اللي عام دا يا حج متعة زي ما تقول كده يا ربنا مسخر ناس من عباده وحببهم في خدمة المحتاجين وقادينا هو رايب حنت شرف عابل عزيز به يا سلام عليك يا رجل يا سامح ربنا أخليك له مصر يا باشا ها بس ده لسه بدري هوا عن موضوع ده ها وقادينا بقول من دلوقت اهو اللي مش هادينا صوته في الممطقة زنبه على جمعه والنبي يا زيدان باشا بلاش تاخده معاك أحسن يتشغل عنه سلام عليكم أهلان يا عاصم باشا دايما تيجي متأخر كده تفضل يلا تفضل أختك اتجوزت يا عاصم والله مبروك مبروك طيب اتوكل انا بقى على الله وبقى امر اللي هي كلكم معزومين عندي الليلة انا خدني معاك انا اصلا مهاجر لفتبطات كتير يلا بي طب وانا الله يبريك فيك شكرا طب انا حضر شدتي وجاية براك الله يبريك فيك يا عاصم قوم يا قلدي قوم ما شوف هانا عمل هي يا رب حتة ستة ستمية هرلم سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته بقولك يا باشا وفين ترتاشر شاب عزيز هو عليك فين ومين اللي قال اللي قالك تلستاشر خلتي اه خلتك هي فين شارع بس حضرتك لو سمحت طيب انت ايه اللي جابك من هنا طيب مين بقى طب بص شايف بص اخر الشارع ده كده تمام شاف عربية الكبدة اللي عن ده سياء هدك الحبرة دي هتاخد شبال بالبعدية كده على طول تمام هتلاقي بوقف المقربوسات الرمزيس هتاخد عربية بخمس وتلاتين عارف اه هتنزل عند الجابع هتاخد كعاب كده على شارع تلتاشر على طول طوالي بقى بس تنزل عند الجابع وعند الجامعة وطوالي تمام تمام شكرا باشا ده اكريمك يا رب رب بده اصل بطريعة بقول لك ايه عبدالعزيز هو تلتاشر شهر عبدالعزيز ده فيه اهوه في الاعمالة ده قدامنا. اهوه في الاعمالة ده قدامنا. صباح يا نور. اه لو سمقنا ندور على الاستاذ عبدالعزيز. اه هو الاستاذ عبدالعزيز. انا نسمى. انا نسمى بشتغل مع اخوه في البنك هو اتقبض عليه. ايه? يا نهاري سود. تبض عليه امتى خين? من ساعة تقريبا كنت انا هو ممتي في كازلو وقوم امن الدولة وقتها لي امن الدولة. طب اه 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 يعني اخدو امن الدولة على طول على هناك. طيب طيب اوكي اوكي طب متشكل اوي انا هتصرف انا هشوف انا هعمل ايه في الموضوع ده. مش مش اوكي. طب لو سمحت بقى اولي اي حاجة. طب انا هبلغوه هنشوف طب انا مش عارفة معيش انا ملبوخ انا اسف جدا انا اسف شكرا. متشكل اوي. نعم يا اختي انا هنهرج جتي مصر ازاي يعني الموالمين هيدور بقرية هنا. هو اللعب عيال. انت فين? شارع عبدالعزيز? عندي محل اين? انت. فين يعني اليافطة دي? بكر الشعب. طب بصي. اوصالي عنده ناحية التانية هتلاقي. سبع الفول يا حبيبي. هتلاقي زيزو ملك المحمول ده المحل اللي هو التاني. يلا سلام. عبدالعزيزي. ايه? مليد فقى من الدولة. يا نهاريسو اتمنى لقلك كده. بس بس ملتو في الشور اللي ايسا جاي ايلاني الجواتي حالة. اتح. هادي اخرت الانترات والزيفت اللي احنا فيه. يا عمي بس شو ما هنعمل ايه دلوقتي. ايه يا باشا. يا باشا اللي حردتك تعمل حسابه حاصل. وليد راح عامل الدولة يا باشا مسكوها. اه. ايه في ساتك? لا اللي يوصل قبل تاني استنى انا عايزة يدفل مع حضراتك. حضر يا باشا. يوصل بطمين يا. ايه ده ايه ده امتا ده امتا. اطلع بس. ايه ده ما توسع يا زيفت انتي. مين زيه؟ مين لي مش من اولها يا زيزة. يا بنت الجزمة مش من هنا الولا هيضيع. قد بي. انت خلبت من دي كمان. الجوازة سودة. اخويا يا احوارة منتو في عامل الدولة. ارتختي. والد. يا خلابي. سرينك سودة معايا يا زيزة. وحيات قامل عبيتك في الصفرة واليوم. يا بيت رواحة وانا واحصالك. حتحصلني انت. وانت عيانة سودة معايا. اطلعها رواحة. اطلعها رواحة. اطلعها رواحة. اطلعها روحة دوسيها. دوسيها ماش عايزها. ماش عايزها دوسيها. عزبك كده يا عياج. يا ده اد. نيلة. سابت له ده ناو راحت والوضع حبت عيني كل شوية عيان وصخر سلامته ألف سلامة يا خالتي أشبانك الطيبة وإحنا إينا ربنا يرحمها وربنا يجازي يزيزه فيه خير يا رب تعيش يا بنتي من أنت لابسة أسود لأي جيت عشان خاطر تعزيني في حالي لقيت نانا اللي بعزيك عزيكي هي يوم كويسة أمي أمي ماتت من زمان ماتت بعد أسبوع واحد لما تجوزت الدكتور شاو تبقى يا في حياتي يا بنتي جي كانت أكتر من أختي لأي ربنا رحمه كانت صاحبة عين ماتت وثابتني في النار يا خالتي فيه إيه اللي جارك ربنا جزاني جزاة طمعي كنت مفاكرة أن أنا هتجوز دكتور وخلاص مش هبقى ممرضة هبقى مراطي الدكتور ألا أنت مش اتجوزت الدكتور وربنا رضاكي ربنا رضاني جزاة طمعي إيه اللي جارة بس طلع مريض ومرض وملوش دوا هعاوز بالله الله أكبر الله أكبر رماني معه في النار إخالتي نار إيه يا بنتي الله أكبر بعيد عنك وبعد عن استمعيني يا رب طلع مريض بالسرع هعاوز بالله الله أكبر الله أكبر تحملت مرات مرته الأولانية قلت عايش مر إخالتي حملت بس قلت سقط نفسي خفت على بني ونبي يا بنتي الغلبان ما بيشبعشوا قلب وديني خرقت إيد وراء وإيد قدام إيه طلقك لا ميت يا دناية يا بنتي ربنا يصبرك وده حصل إمتى أسبوع ده التاني وأول ما ميت مراته دخلت الشقة وأخدت العفش وكله وطلعت أنفض إيدي معلش معلش يا خاتي صدعتك بس أنت عارف طول عمرك أنت اللي بشكلها استني تعاشي معاني قومي نعمل لقمة ونكلم زيزو زمنه نفسي يشوفك قوي لا يا خلت يا قطر خيرك بل أنا وشفة أنتو بس أنا كنت عايزة أتلوم منك طلب عايزك تكلميلي زيزو يشوف لأي شغلانا بعد الضهر أنت عارف مرتب الحكومة ما بيكفيش أي حاجة عناية يا بنتي طيب يلا على الباب ونبي يا مريم قومي يفتحي باك عضا المنايم عبد الرحيم حاضر يا خلت يا خلت يا خرابي يا نيني لعليا وعلى أيام السوء أنا مش حدا أخلص واحدة تحته واحدة فوق أنت مين؟ أنا ما أعجب أنت لمين؟ استطاعي بتنشبتك في المستشفى عند أشجان فأنا هواعطف أهلاً وساهلاً طبخة ولا خشة سخن؟ أصلاً كنت بفتل الصبح وفجأة لأتزيز وطبع ليه هو والرجال على ما خلصنا الليلة بقيت دلوقتي وبقيت فتصانة من الجوع وليلي هتطبخي ولا خشة سخن؟ أنا نزلة يا خالتي الله يخد فعالك يلا يافتي مع أنتني سلامة والقلبة دعيلك يا قاعدين يكفيكو شر الجيد إيه ده؟ أنت من أولها هتقبلي عليها شغل حماوات بتاعك؟ لأ حرب عليك ده لا لسه في أولها وعروسة وبعدين خد يبالك أنا هم كان أحطك في عبي وأقول لدي زي ما شفتاش اسمع يا بات يا اللي ما تستميش أنت عشربان أكتبك لهم بتعيش في وسطينة؟ سمع والله يا حمادي سمع اسمع يا بات والله إنما وطيتي حاسك وحطيتي عينك في الأرض لا كل رميكي من شبك عند أبوكي فاهم يا بات ولا لا؟ والله العظيم فاهمة اللي بس كنت بحذر معاك وأنا ما بحبش الهزر يا نومي وأعمل حسابي أعمل حسابي والله هي حماتي على كل حاجة بصي أنا لو جدا هيأتك إشخطي في وشي واللي أقول لك أدري ميلي بالقلب أصلا أنا بابوت في العنف وبعدين لو زودتها شوية وأنا ناوية أزودها تقومي جايباني من شعري وتقومي حطاني تحت رجليكي وتناوليني بأي حاجة تقابلك في وشك إيه رأيكي عطفتي يا حبيبتي؟ عطفها مين جاكت عيسانة؟ أيوة كده دوري معايا واشتميني وهزقيني أعبلي اللي إنتي عايزاه بقولك إيه ما تقطعيني ترميني في إزد لا بكتاب الله ده جايب لي واحدة من المرسان وبشهادة كمان أنا عايزكي تعذريني يا نينا أنا عاد لي مشاكل نفسي أصل أنا جعانة مش جوح أكل جوح جوح للبيت للدفع للعيلة للونس حماتت ناكفني وأنا ناكف فيها عيلة اللي ما خلفتهمش يبقوا بيدوى أخوني جوا البيت كده ومحدش بيسمع كلامي جوزي يفضل طايح مع النسوان وأنا داي خواراته للليل كده يعني جعانة لا تلميذي إيه ده أنت وأستاذ كبير بس أنا عايز البيت ده يخرج دلوقتي لو معليوش حكا الله يخليك شكرا أفندي؟ لا طبع مش ناسي هاتي برقة بتاعتك كمان طيب إزي طيب متشكرا بي شكرا مع السحب أخوك هيخرج بعد السحب مش عارف من جالك كنا عملنا يا بشر ربانا يخليك لينا والمصر بقولك يا عزيزو بطل بقى بالنبي شوية حاجات البلدي دي وافهم المفيد ماشا باشا أنا معاك من غير أسئلة بصو بقى أنت عايز تشيل حكاية الانتخابات دي من دماغك خالص نهائي عايش حياة الناس العادين بقى وخلاص رأي يا باشا أنا أنت كنت بتخدم مع الشرشابي لما جوزتني بنتو يعني الموضوع لا فيه لا شرشابي ولا سناء موضوع واضح دي الشمس بس أنت اللي مش عايز تشوف شوفني وأنا شوف دلوقتي مش أنت عايز تبقى عضو مجل الشعب وتحت ضل الحكومة والحاجات دي تيجي إزاي دي بقى وأخوك ضد الحكمة الله هيا دي حاجة جديدة على الوادي يا باشا ما السيادتك عارف والناس مش عجبهم يا أخي هيا دي الله ودي حكمتهم يا باشا من تأجيد برضو عند السيادتك حالي للموضوع ده لا الحل إنو أخوك يبطل شغل العيال ده ما تجوزوا يا أخي خليه يتلخم في العيال وينشغل علي في دماغه هاي دادي سوري انت معت حاج؟ لا تعالي يا حاببتي ده عمي عزيز بيه وكان ماشي كمان توقل أنا باشا أخلي بالك مرة وأنا باستنيك بره مامي فين المال؟ مامي سوف تقع في النادي سوف تقع في النادي سوف تقع في النادي جاير واحدة قولي اهو الله طب ما قلتش يا ابني ليه الكلام ده واسداني الدوري هنا كنا عرفنا ناخده ردي معاه في الكلام ما قولي ايه واتكلم فيه بس ما ده فرح وبتاعه بتحيه بكرة هنعمل ايه؟ ما تتصرف يا شرشم الوضع يديا أنا أتصرف أنا أتصرف ايه واندي ما عايزك في حاجة ضروري جدا 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 اطلب بقى زداني الدوري واخد لنا اقرب معاد ممكن نقابله فيه لا حاجة ما تنفعش في التليفون تعد علي الصبح في المعرض ايه اول ما تسعى عد علي هبقى قولك بعدين مع السلامة وانت يا ابني بقى مش ناوي تعقل وتهدى جدا عشان مستقبلك حاضر ايه وانا عايزك في موضوع تاني خير انا مش عارف عايش من غير لبنة 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 ايه ابنة انت تجمنت انت بتطلقها راسمي والستة باريها اروح اقول له ايه تاني ولا اقول له ابوها ايه انا عارفة طبعا انك عارف ان انا بنت اصول ومتربية عشان كده مردش اكلمك اخوك محبوس قلت اسيبك شوية دماغك طروق وتهدى وبعدين اتعتب شيك اول مكتب بس يا خسارة ما اشرفتش عندي كورك انا هيطلع عشك بس مبروك الله يبارك فيكي بقى ان مفيش حاجة بقى مستهل العتاب يا سلام هو انت عايزت بيع القرية من ورايا وتقولني مفيش عتاب ليه؟ هو احنا مش شركة ولا ايه؟ عارف يا روان اكتر حاجة بتعجبني فيك ايه؟ ايه يا حياتي؟ بجحتك يا دمك او ربنا بجحتك هو احنا شركة واحنا مش داريين ولا ايه؟ لا 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 مش حلو اللون ده عليه كنت قاد على مكتب شيك انا لو مش بايه عليك ما كنتش جي تعدك على فكرة انا لسه شريك ولسه كمان فكرة وعدك له بضالي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه المبلغ ده انا حاية اكتر من كده بكتير انت مش شايفة شيك ولا ايه؟ عايز اكتر من ثلاثة ونص مليون هاتسددي كل ديونك وتبوسي ايديك شعره ودقني وتدعيلي ولا بلاش تدعيلي دي الاحسان تقلب معايا عكسي لا يا حياتي انا هادي عليك عايز تاخد قرية بثلاثة ونص مليون جنيه وتبيحي بالمبلغ اللي انت قبضت واسيبك ليه؟ انت فاكرني هفق اه اه هفق انت هفق وهو ده اللي عندي ماشي يا زيزو بس زيدان بيه مش هيجبه الكلام ده عبدا زيدان بيه اه شوفي بقى يا ستي انت تطلعي من هنا على مكتبه جاري ويعملي لنفسك فيه روحي بقى عياطيله عارفة مكانه ولا اجا وصلك لا يا حبيبي مكتب زيدان بيه عارفة كويس وعرفه قبل منك بس برضو يكون فؤال مكان زيدان بيه ذكرت الاول لو ما نفعش فيه غيره كتير وانا مش عايصيب حق كان كسر حقك بقولك ايه؟ انا مش ناس كلام نسوي تقلق والله وصيبيني في حالة موجي المشبول ماشي يا عزيزو يا بتاع الموبايلات هتدخلش حد على ايد بيه مالك يا عبدالعزيز مش اخوك رجع بالسلامة ومنت بقى لعروزتك وانا حستنى لما يخرج من الحمام والله هي لح اتزعلتك تاني ليه كده يا حجة ده انا حتى لابسالك اخضر عشان تبقى سانة خضرة علينا كلنا هو اللي جاي من الصبح ومش طيق نفسه خشي جوا يا سناء خمسة كده اتكلم كلمتين مع عمي واحصلك يعني خمسة بس مش هيبقوا عشرة متخشي جوا بقى حاضر يا حمش يا لهوي ده احنا مكناش نسوين بقولك يا اما عازك تتكلم كلمتين كده مع وليد منك انت هيبقوا خفاف مننا انا هيستدقلهم هو وليد مزعلك في حاجة لما يتجرجر ويتحبس ويتمرمت لازم ازعل لما تصرفات تبقى ضد مصلحتي وشغلي يا اما لازم ازعل عقليه يا اما خليه فضوا من اللبش بقى وخلينا نشوف حالنا اول مرة اسمعك بتتكلم وانت زعلان من اخوك يا عبدالعزيز يا ستي انا مش زعلان منه انا زعلان عليه ولو يردك اللي بيعمله حط جسمه في بقى واسكت لا بعد الشر عليك لا يا حبيبة ميردنيش انا هاعد معه واكلمه الخمسة خلصت ولا لسه اللي اخدر حيكبر منهورة معلم بهلول اعرف انا والوقات بكر ونادمنين عليه ايه احنا مدخلناش معاك السجن على اقل الواحد لما بيخرج من السجن الناس بتمشي تشاور عليه وتقول هم دول السمالينة ملقنة ربنا يا اولي هاي الف الف ممروك يا عب معلول على فكرة براتك اتجوز تزيده شكلك اتراوح جوزة النهاردة يا عم ده بعيرك يعني لما اوزها مش بيقولك حاجة بدايقك انت كما جيت عاكسن عليها يا شابرك يا عمي عاكسن عليك ليلا سوح الله يا شهود وعيال بإزد الله يبقى يا شهوقك يا ببين مفرطق انت تشهد انا هايوة شهوقك يا جادع طب ليلة سلاح هتبقى بدا عشان هي ورا لكن انت لنتك هتبقى حمرة بإزد الله ساكت اللي وعدة عشان عبرو عشان ما نغوتكوش ونتون اتنين خلاصة بكروا عشان العش والملح والصحوبية اللي بينكم قصيلة بكروا اقعدة معلم وقت اقعدة معلم بهلوش ادلك نفس يهدئ عصابك ويفور دمك اقعدة معلم وانا اقعدة معلم الحشيش ده حشيشك والقعدة المعفدة دي على حسابك اهوة انت جرحتنا يا بكروا بكرة ربنا افتح عليها واتجوز واحدة وطلقها واخد منها اربعين الف اشتري بيهم حشيش واوزعهم على الغلابة اربعين الف برضو طب هو اخده بخلوه في براتو انت براتك دي بتعملش اربعين جديد الفلوس دي فلوسي وزيزو هو اللي سرقهم مني زيزو زيزو ده عشتك واخد مراتك وصرع فلوسك هلفلك واحدة كرتلة مش عايز زفت انا قلتلك بتجيبش جاد عدم عاك بعد كده لا حسن هيت يا عب انا بفض طبك يا عب عشان تعرف بيد اللي باعك وتدعيله يحبل يا رب طب يلا بتقوه على منهل يلا بالهلة طعب يلا هورب التلات عزنابي يلا يا عام طعب صجارتين عشان ولا صجارتين والف الليتين حتى ما تزواقين يا ماما اوادي يا ماما ده زيزو هيا خد يا ماما يا ماما يا ماما تقولك يا ماما انا مش قادرة كام جوتي خالص بكرا انا بكمل كلامنا براحتنا بعد اذنكو ده كلام يا ماما تقولك كلميت وحسيبا يخش دوه معليش يا ماما اصبر شوالي ايه النظام ايه النظام ايه يا زيزو ايه يا اخوي احنا مش هلنام النهاردة ايه يا اخوي احنا مش هلنام النهاردة كده شكلك هفتان انت شكلك مش واخدة عالصهر صح؟ ملكيش دعوة يا سنا بقولك يا امام الحق انت يا بتسئلش على عميت رتيبة خالص صوحشان قوي بقى عميتك رتيبة وحشك قوي طب يا اخوي تسبح على خير يا اماما استني بس الله لو مكنتش تحرك بس يا حبيبي اه طبعا نصهر معك مصهرش معك ليه حبيبي ملك ملك يا سنا عمالت خباتي على رجلك ليه خير؟ مفيش حاجة يا حماتي انا حقوم انام عشان اخلص من اليوم الغريب النهاردة ده بقولك ايه عبد العزيز انا كبرت خلاص مقدرش استحمل البيع الصلفية ده بقولك ايه انا عايز ارجع شققتي الايام انت هتامل عليك بعلاها ده كلام برضو بقولك يا جنة دلوقتي عاضر اهل ازايت يا سيزا؟ ازايت يا حماتي؟ ازايت يا حبيبي يا اهلن يا اهلن يا سيطين ام ايه الحق والعزيزة دي? ايه احتي يعز مقدارك الا مؤخذة يا جماعة انا جيت كده من غير معاك انا قلت اتمن علي وليد وبالمرة شوف بنتي ساناة ايه ده؟ مابا جابت انت اللي جايبك دلوقتي نعم اللي جايبك دلوقتي بنتي في الدنيا تقول لأمها اللي جايبك ايه وحشتيني يا حبيبتي اللي وحشتيني ده ما لا يسا سايبك الصبح في الباب ده حتى ما فتحت الشباك ومدين عدين على بعض هتسلم على بعض عايزة باني اي دلوقتي الله هو في كده يا حاجة في كده يا حاجة عاجة ساناة طب والله لو انت بايتها في حض بنتي ساناة خد يومك وبايتها في حض بك ما تغسريش بكاتيرها اله يا رب ما يكسرلك خاطر يا عصيلة يا بنت الاسور اصول فين ما تخلينيش اولع فيكي النهاردة جرابك الله مش عبت انا جاي يا حبيبتي عشان اتطمن عليك جاي عشان احدونك الولية وقفة تكسني بعض قابلك اتنوني احطاني يا ابتها انا كويزة والحمد لله الحمد لله ووليد كويز وجاه واستحمى ونام وانتي يلا روحي على بيتك اه هو الوقت تتأخر حتقجيلك بدل ان شاء الله مع السلامة سلديني على زيزو مع السلامة يا حبيبتي وانتي ايه؟ مش هتلامي النهاردة؟ ما تتلامي يا بيتك عبدالعزيز زيزو ايو باشا انت عارف انك هتكلمني اه كنت امرأة نفس عليك اللي امرأة عليك دايما كذبان يا باشا لا انا بكلمك من قلب شارع عبا عزيزة نفسك هاهاها عايب بيجري يا باشا الجوكر الجديد بيقش انا نسميه كده اه عشان عمل اللي مقدرش عليه روبي يلا خلي الجراية تكتب بقى ترد عننا اللي الكتب اه كما فاكرين منها يانفش علي يلا لا اما انا هعدى عليك بأمر الله باشا هعدى اليك يسيبلك شوية شكاة كده اه بتاينة ليه لو مقدر يا باشا بتاينة ليه بتاينة ليه بقى انت انت بقى انت هنا ليه ايوة ايوة باشا انا معاك اه عدى عليك بتاينك شكاة سلام يا باشا اه 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 خليه طبعا ان المبلول بقى يجي يشتغل معنا في الصينة اه لا ما ارزم عليه الشيطة الفور اه معلم زيزو اه شابر اه حياة جمارية للسود السعبية اه حبيلو كويس انك انت اتصلت دلوقتي اه الوقت نوي ازيك بجد لخس يا اخويا حاطت عانو علي ازاي يعني انا طبعا مش هنفع اكلمك عشان انا في شغل دلوقتي لا لو قدرت اتعد عليا انا هفهمك الفولة كلها ماشا معالي عالسلامة بص يا ست كولة وعندنا كمان في نفس الموبايل كده شابرون اه امرا معالي شابرون انا سمعت المكالمة مين اللي عاوز يقزي زيزو معاوز امعلم دي حاجة بيني وبينه يعني ما صحش اسيب الزباين ولا هو يهبيني زي ما يهمك بالزبط يا معالم دي حاجة سر بيني وبينه يعني ما يصحش لماغز يعني عيب كده خلا سروح في ستين دايه انا هكلمه انا ماشا 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 اي يا زيزو ايو اديت واربعين الف جنيه لما ده حقه ايبتوا ليه؟ بيرابك؟ ده ناكسر رجله ازاي ده؟ طب سيب لانا بس الموضوع ده سيبولي ماشا يا زيزو طب بقول لك ايه انا هسيبك دلوقتي هكلمك بعدين يلا سلام هلو يا عشر شابي ازاي؟ بقول لك انا خدتلك معاد من الدوري بيه؟ هايو وخلي بقى عاصم بيه اجهز ماشي وانا هعد عليك يلا سلام مع سلام وانا شافعي شافعي الوقت بلولنا عد دي وقت امور يا معلمة جناخ هو ما خلاص صدناهم خلصتا وخدت فلوسك ايك عاوزي؟ لما وزنا قلت حاجة معلمة انت هاد ما شور يا زيزو في كل حتة ليه؟ وليه بترقبه؟ انت عارف ان عنده ناس لو شورلوهم بس كده هيكلوك اكل وبعدين ممكن يتلككلك هيدخلك المعتقلات ومش هتخرج منها وانا مالي بدا كله يا حاج ماليش فيز ياد خليك دخلي يلا في كلامك وانسا اللي سمعته من بواب العمارة ده زيزو خلاص اتجاوزها وبقى لتمراته يكشت حرق وبجاز واسخ فوق روس بعد مدام بعيد عن دهقني انت قد مالك يلا رحتك شياط كده من ساعة ما دخلت وانا مكسوف اكلمك انت في حاجة جواك محروق او محرج؟ عايزوا يديني محمول صيناء كل ايش مش بسلامته مالك الصيناء ماشى همشي هالك لو انها مش دخلت مالك خلاص اجهز وتعالى وانا حدينه ماشى مالك اجهز واجيلك اجهز واجيلك حتومك من تنوي تجيبها البرج يعني ايه انه العربات من الدخول مش فاة والمهندس ده مش تابع المحافظ احنا هنهرب طيب ماشى سلام بقى انا هتصار سلام حطيلي الكارتونة دي انا بانو وانزل بقى هتل الكارتونة التانى يلا هتخطى ايه يا عم انت هتخزنلي هنا كارتين ايه 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 معلش معاش مضطريني حاجة افهمة جلوتي هاشرح مانفعش كده يد المكتب لسه بزهوته ازدن باشا ايه يا رايز الحمد لله تمام بقولك يا رايز العربيات اللي ايه محملة حديد واسمنت اللي احنا هنبدي بهم قرية اللسان 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 اه 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 منعينهم من الدخول عند باب المحافظة اه ما اعرفش الظهر ان الروان بادا يتلعب معانا بقى اه طيب ماشي ايبكلمني بقى انت اقولي اه ماشي افضل 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 يا وزوز طيب حاسب بقى لحسن ايه يتحسدو اه يخسو طب انت يا بتوردش في البنك ليه لا ما انا هقولك بقى احنا بنفتح من تمانية الصبح اتنين بالليل بنوا بقى خلاص اتقتلنا فخلاص بل بقى مش قادرين والنهاردة الخميس وبكرة الجمعة البنك قافل فقلنا نجيب الفلوس يا انا والنهاردة ان شاء الله برضو هجيبلك الايراد بتاع النهاردة كله يعني الشغل ماشي كويس حياة النبي مفضعة تصبولك ايه عايزين بضع على بكرة الظهر ما انا اتكلمتهم هما يبعتهم بأمر الله اه احنا خزيننا في كل حتة في الورشة وفي المحل وكمان عند انديل حتى الريونات كلها حاولنا الباترينت وبدرناها في الشارع الباترينة الواحدة بتعمل لها الف حتة اللهم اصلى على النبي عشان بس نمسك الخشم كمان اه عايزين اتنين حراسة بسلاح يا جرعة صلى على النبي وهي حرب اه حرب يا بيه بقولك ايه طب مين يا وليد اخبار ايه ما انا كنت عايز اتكلم معك كلمتين كده استنى 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 الو مين يا عالي 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 عالي؟ اه يا عالي اي لا لا مفيش كرتنتين يا عم طب ما جيلك لما جيلك ما سافت السكة مش هتاخر اه يا عم غلاص بقى بلسه ضاع يلا يلا سلام كنت بتقولي يا باشي كل من كلم انا مع وضوع علي دي يعني فانا بقولك اتكلم معك في الرواء انا احسن ببا ايه ايه اخربت شيطانك صدق بالله نسيت اني متجاوزك اصلا نعم وحية امك عواطف ما تتلمى يا بيت بدل ما امني ما تسبر ياولي يا شوية هيا احدى جمبي اهي يا بيت الله يزلمك يا بيت يا بيت يا بيت يا زيزو الحال يزيزو بتضرمي يا زيزو يا زيزو يا زيزو يا له واعي الحال يزيزو منها يا زيزو يا زيزو! والله نعدة بعيدة عنها! الحان يا زيزو بتضربني! يا زيزو اقول لي ما عملت لها حاجة! يا زيزو! المجانين دي ولا اي! يا زيزو بتشتمني يا زيزو! هي كده على طول معزباني! الحاقة بدل ممنالها البني واغرقها فيه! غرقوها علي كم انبادل يا بنت الشرسان! يا وريد! طيب بص بقى يا رايز! انا عايز اتنين بوديجاردات يكونوا مسلحين بسلاح مرخص! اه اعجال عدالة! لا انا ما يمنش الفلوس لا! فرصات وزير ماشي! فل! فل! طيب! ماشي! طيب مع السلامة! فضل! 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 السلام عليكم! ازاكي حج! ايه يا عم ولي! بتهرب مني عشان ما شفكش! لا يا رب! انا شكلت اللي كانت تعرف ولا ايه! زمان يا زيزو لما كنت بتعوزني كنت بتعرف تجبني ازاي! وانا في في حياتي حد اغلى منك يا حمار انت! ما شفتش لما خدوك حصل فيه! ايه ده انا كنت اجنن يا اخي! انا مش فاهم بس هتستفيد ايه! لا! مش انا بس لا هستفيد! ده ماصر كل لا هتستفيد! قول لي بقى! عشان انا امي تكلمتني! بس ما فاهمتنيش بالزبط انت عايز ايه! بس اللان قريته ان انت اتضريت من ورايا! مم! بس يا وليد! انا طول عمر انا بس بدفع التمن! ولما اتكلم عالتمن! مش بتكلم عن الفلوس بس لا! بتكلم على طفحة الدم والشاء والغلب في السوق! بتكلم عالمر! بتكلم على رمتك بالليل وانت مظلوم و جازز على اسنانك عشان مش عارف تجيب حقك! واللي انت شفت وعشتو يا عبدالعزيز هو اللي علمني معنى الحق! عشان كده انا مش عايز حد تاني غيرك يحصله النفس اللي حصله! ما تكلمنيش عن غيري! كلمني عن نفسي! و انا من حق ارتاح! و انا موقفتش ضد راحتك يا عبدالعزيز! بس انا برضو من حقي ادافة ع الناس المظلومة! ياب نفهم! انت محسوب علي و اللي بتعمله في وشي! انا منرشح نفسي المجلس الشعب! والامن معلم علي بسببك! معلم عليك ليه بقى ان شاء الله! انا ما بعملش اي حاجة غلط! لا بتعمل! لما تضر اخوك اللي رباك تبقى بتعمل! وليد! انا بدفع تمن اللي انت ماشي فيه! ولو يرضيك! اتوقع الله! طلباتك يا حج! تبطل حمقة الثوراجية دي! او على قل تهدي اللعب اليومين دول حد ما الانتخابات تعدي! حاضر! و ايه كماني! تتجاوز! انا كنت جاي اصلا عشان اتكلمك في الموضوع ده! انا عايز اخده! وعروستك عندي! انا حجاوزك بنت الدوري بيه! خلاص يا عاصم بقى ما تشغلش بالك! انا قلتلك حصحى معك بكري يا مخصوص! وحروح احضر معك! كلهم هناك تلمزدي! اربنا خليك لينا باشا ونتحرمش منك ابدا! او بقى ده سر ان الواحد يحافظ على صداقته مع الناس يا حج! يعني انا مثلا ما ريحتلك عشان زيزو! احرجتني! بس انا اصبرت عليك عشان كنت عارف ان موقفك حساس قدام العساكر والمخبرين! وعشان انت زي ابني! ابني حبيبي! انا تلقى تفوق شربت شاي عند العقيد! وعمري ما جبت له سيرة فاي موضوع خالص! بتده تسهل زيزو ما هو بقى نسيبك! اريت بقى يا عاصم تقرب منه عشان بقى مفيد جدا! يا باشا والله كل الكلام اللي بتقوله حضرتك حكم وده احنا بنتعلم منه! زيزو الكهرباء يا جماعة ده انتهى بباشلو وقود! قريت يا عاصم تقرب منه عشان تحتهسنه بنيادم غير لي في دماغك خالص! ده اول واحد بدع محمود في شارع عبد العزيز! غير القرى السياحية بقى والاراضي حوالين المدن! ربنا يزيده ويزيدك يا باشا! طيب يا باشا بعد اذنك بقى انا همشي وهستند يفون حياتي بكرة ان شاء الله عشان نروح مع بعض! بطيالي نقوم احنا كمان بقى علشان صدعنا حضرتك النهارة! السلام عليكم! السلام يا باشا! مع السلام عليكم! السلام عليكم! دورتم! ايه اللي انت بتقوله ده يا عبد العزيز? اللي انت بتقوله ده تنساه خالص! انا مش اسيب نسمة! ايه ده كده يا والد وتعا احسبها بالعقل! واحسبها بالعقل ايه ده حب! ده مشاعر واق حسيس! طف! تعرف ليه انت عن الحب! لو انت عشان ما عادت تحت شجرة بكوبايتين اللي مولة تقولي حب! سلامات يا حب! انت اللي تعرفي عن الحب! ولا انت عشان فشلت في حبك وما طولتش اللي بتحبها! عايزنا بقى نسخة منك! وجاي دلوقتي بتنتريع عليها وعلى مشاعري! انا مبتريعش عليك! انا باعلمك! باعلمك اللي مفيش حد في الدنيا دي كلها ممكن يعلم مولة! باعلمك على انك هو الأحاجة! زيزو! انا غيرك يا زيزو! انا ظروفي غير ظروفك! ظروفك دي انا اللي عملتها! واينا القوان بقى الرد الجميل! وعايزنا اردلك الجميل بان انا اتجوزها صح? انت ما تتجوزها انت يا اخي! يا ابني ما لو كان ينفع كنت عملت انا كده! طب اقولك على فكرة تانية! بعد الانتخابات بقى يبقى طلقة! طلقة ووجاوز نسمة! ما اتطلقهاش وتجوز نسمة وعليها اتنين تانيين! ياه! ومش خايف للدول يباشة بتاعك! ليه زعل منك لما لقيني طلقت بنته؟ يا ابني دي متطلقة! قبل كده ربعين مرة وبوع ما زعلش من حد! انت مين؟ انت مش عبدالعزيز! زعل خير! ازاك يا وليد؟ ازاك يا لبنا! هنكمل موضوعنا في البيت بقى! ازاك يا لبنا! مبروك يا عبدالهديس! عالمكتب ولا عالجواز؟ انا جاي سعلك سؤال وهمش اول مرة افراده! فضلي! ليه؟ يعني بتقلمنا حدا تخصني يعني! مش كده؟ احنا علف واندور على بعض! متحسستنش اني غلط اني جتلك! وانتي كنت جاية ليه اساساً يعني؟ عشان فيه حتة جوايا لسته بتدور لك على عصر! وانا عايزة سكتها! قول اي عصر! قول اي حاجة وانا حصدقك! انا مش اكدب عليك يعني! عارفة ساعة ما قابلتك! حسيت اني ما لقيتكيش! لقيت حد تاني! كل ما بص فيها انيه ملاقيش حب! لا! ملاقي عصر! ما انت كنت عارف لما جيت قابلتيني؟ انا متجوزتش في السر يعني! مش زنبي اني تجوزت عصر! وانت كنت السبب! لا امو! دلوقتي يعني! احنا مش فوقتي ندور فيها على زنوب بعض! خلاص! انسيني! انسيني زي ما انا نسيتك! ولو عايزة نبقى اصحابي يعني او! نبقى مع بعض! تعالي اشتغلي معي في البحث! ايه رأيك؟ هي دي اخرتها! عايزة نشتغل عندك؟ لا! اوه شغل عيب! ما انا اشتغلت عند ابوك ازا ما! بتسيز او انا لسا بحبك! ما ليه حصل انك بتنتهب مني؟ ممكن تهدي شوية؟ خلينا في المهم! انا ممكن افتحلك المكتبة الصيدلية! ايه رأيك؟ تعملش زالة للصغيرة وتحاول يعني تثبتلي انك بقيت قوي وكبير وكده يعني! انا مش مضطرة اثبتلك حاجة! كده تماما! الحتة اللي كي بتدورلك على سبب سيكتة خمص! انا مشي! بشر قبك! أنا روضا generation لاب القانون أناマم هرب جداjen انا نسبة راوضا فيها راوض طارام وفيها نور على نور وكاس محبة وكي دود وإلي يجري خلق وملايكة الرحمة إيه يا بابا الرغو أندا أنت قاعد هنا كده وأنا مستنياك فوق الشارع هيدي وكالسوم خطف يكون والتعب على نفسي شوي طيب مش يلا بقى أنا أحضر لك عشوة من قلبك يحب بقى بس ليوني هطفي وقفك ماشي ما تأخرش علي هو ما تحدي الس anecdotal ومجنج الألم ويجري ضع حوالح اتطلط firma والشاي بلبن كمان بابا يا بابا بطل دلع بقى يلا بابا 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 ولا تطعي الكفرين والمنافقين ودع ذيهم وتوكل على الله صدق الله العظيم شد حيلك يا لبن بابا في حياتك اشتركوا في القناة مشارك فاك محمد معظم علي زيزو يعني السؤال المهم نعني بطرنا نشتغل في الصيني ولا؟ ولا يعني بستردين لغاية الانتخابات ما يتفتش وبعدين ده يكبل نعدي بس الانتخابات ونخش عالشغل التقيل قولولي بقى انتو صرفتو كام وفاضل كام انتو صرفتو كام وفاضل كام صرفتو دولة ايه؟ حسابات دي صح؟ بقى الحساب صرفتو بقى كام وفاضل كام انتو كان معا كام خمسة وخمسين الف معلم زيزو صرفنا شواء مانو مع البورترسرات 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 بورترسرات بحط عليها اسمع البسترات انت بنت رجل كبير عيب يعرف الكلام البسترات والباقي بسترات بقى معلم زيزو يعني زبطنا للدعاء والإعلام وعربلنا بقيت الناس لشغل بكرا إن شاء الله ودى فوتر بتاعة العربيات والسوائد اللى هبقى بيلفوا دول في الحاملة وعش أكلهم وبتزيدهم وسجيرهم وكان في بزانية كده للأرضيات عشان السوائد للأرضيات للأرضيات البرشاب يعد لباك عشان السوائد بتجزش على بعض كمان مكيفهم طب عاملو بك الكيف عني دا حق ودول ايه؟ ودول بقى الفلسف طيب خلي الباية معاكم ربنا بارك لك معلم زيزو بتقول له عمر يضمش هلا تخليهم يا غرع انت تستهد بياض بتعملوا إيه؟ تعملوا إيه؟ زفر على مين يا حبي بتقسموا إيه؟ بتعملوا إيه؟ انتو بتأس... إيه ده؟ عايز لياخد الفلوس تخد لها قالوا انتو بتقسموه على بعض شو انت قلت كده معلم زيزو؟ شو انت قلت كده معلم زيزو؟ أنا قلت كده؟ أنا قلت خد الفلوس؟ خد منها إرشين كده روح عطولك هدوب خد دي ده التعشن إحنا هلقطع بعض طلع ستممية جنيه كل واحد تلتمية ألا كاب هو كاب؟ سبعمية جنيه سبعمية جنيه جلوقت اللي تستعرم اللبس بتاعنا همعلم زيزو اللبس اللي انت بتستعرم منه ده؟ لبس الشرف والأمأنة لبس اسراع الإنسان ما أقول إنسان لبس اسراع الإنسان بين العاطفة و الواجب هو كده طلق له الشرف بالدهول مع البهدلة امشوا اخصار ها؟ اتوكلوا الله وعايزة هتاول عبكرة بقصد اللي عد أحرق أهلك بجأس يالي هتاول؟ يالله هتذكروا مع بيك جديد ومشي تتعرق 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 طب هتريدش إده اكتبك؟ طب هتريدش إده اكتبك؟ طب هتطلع على أهلك إده تتعرق 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 كل سنة وإنت طيب وناسبة السكرة السنوية للأبد عليك أنا بصراحة مش مصدق إن فيه سنتين عدوا بالسرعة والله يا عمرنا كل ممكن يا عادي وإحنا عاديين نتفرق كده ها ها كلامك ده برا حاجة أنا فهمها كويس أنا بقل بش فهم مش فهمها إيه بالزبط نتيجة إليه مواجهة كده من أخص ومين قالك إن أنا عايز أخص أنا كل الموضوع إن أنا عندي ظروف وأنا من حقيقة أفهم إيه الظروف إن أنا بدفع تمانها دي ممكن لو بتحبيني زي ما أنا ما بحبك أنا متكلمش في الموضوع ده دلوقتي أخوك بش موافقة على جوازنا شايفني أقلي من المستويقك صح؟ آه جينا بقى للكلام اللي لا يقدم ولا يأخر بص يا نسماء أنا بصراحة ما عنديش أي استعداد إن أنا هتكلم في الموضوع ده دلوقتي يا سليم ومفروضة بتلقادة سكتة كده سنتين عشرة وخلاص نسماء أنا مخلوق وزعلان ومش ما يسأل أي حاجة وأنا يصعب علي يا زعلك بس أنا كمان لازم أفهم يعني أنا كمان ليه عمر فتراضي لازم في العمر ده أتجوز وأخلف ما ينفعش ضايع كل حاجة بقيت تتكلمي زي البنات اللي كلها همها الجوز والخلفة وبس ما هو أنا بنت عادية وأكيد الكام الكتاب اللي أنا قريته ما حاولنيش للجبارة ولو أنت فاكر كده بصراحة أنا لازم أفوقك طيب بس بس براحة علي أنا يا ساتي اتفعت مع عبدالعزيز إن أنا هنتجوز بس بعد الانتخابات هو ده كل الموضوع خلاص؟ بطالي بقى أفش على عشوائي ثاني ده لقت أهنا جات لي 100 سؤال إنتخابات إيه؟ قال القتل إنتخابات بجوازنا قديني إنتم ما قطيليش الكلام ده ليه قبل كده؟ بل راحة واحدة واحدة علي هفهمك كل حاجة البيت دي لزمها ورسة عشان تعرف هي بتلعب مع مين لا أعماليها نظيفة مغير دم طب بقولك إيه؟ بقولك إيه؟ يا عمي اسمع وديها عندها عمية رتيبة هناك في الجبل ألا هناك ده هناك هتتربى هيعلموها العجين والخبيز والتلدين اه لا اه ما خلص بقى شغلنا وبعد كده تفرج والله العظيم يا عمي وحياة عظم التربة عندي هنا هم ما يتلم هخلصوا بأمر اللي هو بعدين اجيلك ماشي سلام كل حاجة وليه يا حل يا جماعة ما انت شايفه مصمم ازاي يا زيدان بيه ما هو ما ينفعش برضو يا حاجة الله واحنا عزوا يارين انا وعدت اهلي والناس انه خش الانتخابات يبقى لازم هتقوم لها ما هو الحاج حيتفق معاك ويدفعلك اللي صرفته يا زيزو وانا مستعد يا بيه الله ينور عليك هدفعلك كل اللي صرفته وفيقول لي يوم مربيل باشا ساحب بقى وبفاق عليك كده وبصراحة ربنا بقى انت بتنام في المجلس وبتصحى ساعة التسقيف والناس زيبت سامع جلة الادب بتاعك يا زيدان بيه بالها داوة بالها داوة انتوا لو دخلت وصلت بعد كده لأصوات كلها هتكفتت خلاص يبقى اللي يختارون الناس حلال عليهم بص بقى انا هجيب معاكم الاخر هدفعلك اتنين مليون جنيه كاش بس بعد ما تتنازل وتنسح برسمي يبقى بلن ساعة التصويت ولو فكرت تمسحب مالكش عندي جنيه مات الكلام سامع انت بيه يا ميت وقب يا امه بعي بقى سريعة هتسمعنا بقى وقب يا صاحش كده بعي صاحناك تسيم البيت وانا مش هعرف حاجة يا زدي مخروش ولاي هروح عالفي شاحتنا القديمة يوميرو معا كده بقى البعادة وكنتحكة يا خلاص بتكدب على امك وانا تايع علمك اذا كان اخوكم زعالك في حاجة قولي اوانا قرسولك أرسام البطول زمان طرسي مين يا أمه؟ زيزو كبر خلاص كبر وما بقاش ينفع معاه لا أرس ولا غيره يا ابني قولي بس حصل إيه؟ ما تتعبنيش أنا كبيرت على الحاجات دية هنعمل ليف موضوع جاوزي من النساء؟ انتوا مش اتفقتوا ان أخوت حيجاوزها لك بعد الانتخابات؟ إيه اللي جد في كده؟ اللي جد يا أمه ان زيزو ما بقاش شايف قدامه أي حاجة غير مصالحه وبس بعد نزم بقى البيت الغلبانة دي تفضل عدم استنية سنتين وبعدين هي عالم هيوافق ولا مش هيوافق؟ مش ممكن تجيلوا مصالحة من المصالحة اللي بتجيله دي يعجي اللي جاوزي سنتين تانيين ولا يلغيهولي خالص؟ آه قلتلي بقى انت روحت قابلتها بقى وماليدك متلمتين على بيتك على أخوك اسمع يا حبيبي ما بيخربش بين الإخوات غير النسوان ستي حرام عليك يا حرام ما تظلميهاش وما تظلمينيش أنا كمان أنا اللي حظلمها هو لا تظلمني ايه عمل اللي انت عايز؟ بس لو تجوز من ورا أخوك أنا مش دقلالك بيت لا زيتي ماتخفيش أنا مش هتجوز من وراك والله ما هتجوز من وراك أنا هبعد بس تجانبه لأي مشاكل ممكن تحصل وبعدين هبقى لبقى البيعتاني هروح فيني يعني متخفيش قوي كده هو أنا ريها غير كو طيب قرب يا طيب روح بطحلة كمينا بحدي نفسها كمينا بيتها يعني بالنسبة للراجل الهباية بتا ايه؟ مش مهم ان اعرفك عليه بعدين مش مهم دلوقتي خليناك دلقافي مش مديني او انا صلاح ماز مش وحي مش وحي مش دلوقتي الحاجات دي مش دلوقتي اه مالحق اول ان ايجي النجو عايزين ننهي كماراة عطم نختفق قبل ما يخش لجنة التشاور بتاعته انا فيش لجنة التشاور ولا اي حاجة زيجو بص اول ما قدمك ليه تسمعك تلو ما تتكلم مفهوم؟ مفهوم يا فعل مفهوم مفهوم ايه ده باشا ده ايه ده باشا ده هو سابق معالي الباشا بس هل فين يا فندب بس همور لا يا حضرتك عبدالعزيز فضل ما عليك اهلا عبدالعزيز ولا قولك زيزو زي باية اهل الشارع اللي رايح ساتك يا باشا المحمول السنة دمرنا يا فندب يا معالي الباشا كده باين علينا هنغير النشار وهنقلب اللي بايعين فشار ما هو الفشار بيكسب برضه انا عايزكوا تلايموها في سعر الاوروبي علشان تقدروا تنفسه لا يا معالي الاخر والله يا فندب بس محتاجين توجيهات ساعات يا معالي الباشا الباب اللي اتفتح للصين على البحر ده محتاجين معاليك ترده لنا ولو شوية يا رأيك يا عبدالعزيز والله يا باشا ساتك يا رأي عني احنا نقفل على الصيني ونقفل على الأوروبي ونبدأ بقى ان فيه بلدنا ونصنع في بلدنا يا باشا نعتمد عليك في الحكاية دي ساتك قدي بس الدوق الأخضر لنا وحنا نبدأ التصنيع على طول وداخل مقعد عمال وانت فئات من زمان ما تضمن على الصيني ده شوية يا فندب البلد فيها قوانين ولوائح لازم تتبع روح لعهدي وتكلم معه شكرا يا فندب انشكرين يا باشا لا عفو تعال يا عبدالعزيزة عايزك انا سعيد جدا يا باشا ساتك خلاص انا اسفة قولي ما انا متغربينيش دج 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 يعني ايه بقى دج؟ يعني كلب قلتها لك خمسين مرة دج يعني كلب سهل خلاص دي عرفتها قولي جمل هي مكتبة قدامك عربي ولا انجليزي هي مرسومة قدامك عربي ولا انجليزي انا قلتها يتميت ما انا متبسيتا ع السروق وقلت كلمة نفسها طيب هو كلمة نفسها مكتوب انجليزي افتعني طيب خلاص طيب كمق خلاص اسيبت بقى تكمل مذاكرتك واروح اناكد شوية على جدتك ها افتعني انا ارحمني خلاص متشكلة شكرا اروح شفت حفيدك بيعمل فيه ايه ايه دا؟ مالك الموحومة عادة قدامك قلت اتدمعيلي 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 كمه النبي يا سنة بات هالزريش لحسن انا اللي فاهم كافين مالك يا ماما في ايه ايه اللي مزعالك اه اعيالي حيتفرقوا يا سنة حيتفرقوا جلالي الطوخي جاني وكان ناقص يبكي بالدموع هتعمل ايه معاه؟ الناس هي اللي هتعمل معليك وبعدين سيادتك اهنا الناس زهقت ومحتاجة تغيير نسيت ابركلك على شركة التسوق العقاري اللي انت عملتها من 9 شهور شغالة ولا بيتقابل عكوسات؟ مفيش اي عكوسات ساعة الباشا طول ما حضرتك بتمنع لينا بالنصيحة مفيش اي عكوسات؟ الشركة وصاحب الشركة يا باشا ولو الطوخي هم معليك تبقى دموة وكمان غالي علينا احنا كمان محصلش احنا عايزين ناس حلوة للمرحلة اللي جاية عبدالعزيز اصلي تربيدي ما عليك مغم تصدفها وفاهم في كل حاجة عارفو يا زيدان عارفو انا مش هسيبك تعمل اللي في دماغك لانك عجبني واحنا متابعينك من زمان من اول صفقة الجزم وبودرة الملمين لحد المدن الجديدة سيبك من المجلس في الدورة دي لان انا عايزينك في حتة اهم ما تسرحش مقعدك موجود في الدورة اللي جاية بس هتبقى فئات وده وعد بس هنبعت قروبة بقى تعمل اتنين دكتوراه في ثلاثة اربعة شهر وتيجي يعني سيادتك الطخ كده يعني خلاص هو اللي هينجح في الدورة دي ما قلتلك بقى انسى الماضي وفكر في كلامي تخف يعني ايه تنصح نعمل مع ايه سيادتك خد حقك بس خف ايدك عالراجل شغل المحمول ما بعش برستيجك التسويك العقاري والبورصة اشيك بكتير عن اذنكم ايه سرحان في ايه اقلك انسى الماضي يلا تعالي يلا ايه ايه ده ايه ده انا فيه انت يا عم انت انت ايه يا بيه بتزعي يليه انت مين؟ قرابتاني هنا ليه؟ معلش يا عروسي مفيش هني خدمة خمس نجوم زي الاكندا اللي خنتي صاحبها وقعدت تحفري تحتي لاجل ما تخري بي حياته زيزو يا زيزو الحاني يا زيزو عشان خطري ده على فكيني ايه زيزو مش هني زعجي براحتك محدش هيسمعك خلاص خلاص انا مش هزعج مش هعمل صوت انا غلطانة واستهل يقراني بس عشان خطري فكيني فيلوك عا تقولي غلطانة ايوه غلطانة وعارف غلطتي انا اللي بلغت عن زيزو وانا اللي كنت عايزة دمر مستقبله زي ما انتي بتقولي بس خلاص طبطو مش هعمل كده تاني خلاص مش هعمل كده تاني واللي يغلط مش يدفع ثمن غلطته ادفع ايه بس ما انا بعتذلك اهو طب بصي تكلمي زيزو في التليفون وانا هعتذله بنفسه مش هشوف وشي تاني مش هشوف وشي تاني خالص عشان خطري فكي مش هادرة تنفس ما تخفيش هتباتي اللي لدي بس يعني قصاد اللي عملتي لا لا عشان خطري مش هينفع عودانا لو عدت هنا هموت من خوف موتي براحتك وهنيدفنك هني تحتيكي طب اعمل ايه بس عشان تصدقيني هتوقعدي هني لحد مع عبدالعزيز يقول خلاص سمحتها ساعتها هررجعوكي مطرح ما جاتي تتمسي بالخير يا حجة يا سيد يا حجة انا اخش مستقلة يا باشا زيزو احنا مش صح ان احنا ناخد قرار خطير وكبير بالشكل ده ومخينا سخل واحنا مرفعالين وها برضو مش ماقول يا باشا اصرف المصرف دي كلها واعمل دعاء قدامها لادارتي وفي الاخر انسح الفجأ عشان البيه رح يعط لصاحبك يا سيدي ومين قال لك ان احنا هنعمل كده اصلا انت بتعمل ايه بتطفي السجارة فواحة ايه يا سيزو ايه دي فواحة اه طبعا دي فواحة ما تطفاي ايه يا عزيز يعني دي مش طفاية لا طبعا مش طفاية لا طبعا مش طفاية شيل لا تعمل استنى بقالي بدي عطا اربع شور بطفي فيها شيل دي خشها شيل كنا بنقول ايه كنا بنقول ان انت هتنزل مستقل وانا متأكد ان انت هتكسب بس انت موافق تخسر صاحبك طب انت بس قولي ايه اللي مزعلك في كلامه الرجل دا بيخوفني ياما مش نويله على خير ازاي بقى وهو هيالك مقعدك محجوز الدورة اللي جاية وفقات وده وعدة مني شو هياليها الكلام دا؟ فقات 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 دكتوراه من اوروبا في ثلاث شهور الراجل دا بيتطرق عليها عشان ما كاملش الدبلوم ما حصلش في لعبة السياسة في ناس كتيرة جدا عندهم شهادات دكتوراه بنفس الطريقة دي يا زيزو بص يا بشا الموضوع كده شكل الله يبشر بخير عبدالعزيز احنا مش حنادر نخسر الراجل دا وعدين هو تلاقيه رمالك حتة تسيبك من المجلس دي عشان يمتحنك يعني اختبار عايش شوف حتتصرف ازاي؟ رد فعلك ايه؟ هتسمع الكلام ولا لأ؟ انا ايهلك بعد انتخابات الرئاسة اللي جاية البلد حتتغير وعايزين الناس اللي زيك افهم بقى عايز ايا سناء الله ما انت عملها ترن ترن طلقت عين اهلي طب ما يمشوا احر الله سلام بص يا باشا كلنا ايه بقى نشرب عليه ميا انت بتسرح ايه ليد الوادي مخنوق مخنوق انا لا روء عزيزو عشان نعرف نتكلم بصراحة باشا راجل دا شكله غريب كده مش هناخد منه حاجة دا سبقش انا بو يا باشا راجل عقرب لا وانت السادق دا مربط الفرس مش انت اللي عيلي اللي يتلعب وكسبو لا وما انا قلت ايه؟ انا قلت اللي تكسبو لعبو ايه اللي تكسبو لعبو انا بقى حطلع الكسبان وغيرت الانسحاب الخسرانة دي ايه رايك؟ موسيقى 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 دي عاصم. ايه يا ابني ما تهوي الشقة. اه. 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 من انت تشغط جيس. اه. ازاك يا حبيبي اعمل انت. انا بقى اجيبلك المكرونة بالبشامل اللي انت بتحطها. يعني ما عدتش بتعد علي في المعرض ولا حاجة عاصم حتى تسلم على بوك. سنة كويسة. هم. ياه. هقال لي ما فيها بتسأل علي بالتليفون حتى. عاصم انا عايزك تفدي نفسك بكرة يا حبيبي. عشان هنروح مشوار مهم. مشوار ايه. ام جاسيدي جايبالك عروسة بتقول عليها بنت ناسوة محترمة. حتى اقلوك ان انا عايزك جاوز. حالك وعيشتك يا عاصم هم اللي قالولنا. انا يا ابني. انا محتاجة اشيل ضناك قبل ما موت. لا. لا يا ابا. ما تقولش كده يا ابا. انا مغيرك يا موت. بعد الشرع عليك يا حبيبي. ربنا يخليك وليه. ما حرمش من دخلتك وعليه ابدا. انا يا ابني مش هتقل عليك. مش هقولك شوف بس انا حايزة شوفك برضو بتجوز ومتاح يا ابني. عايزني. عايزني. اتجوز واحدة تانية. ووصدمها معايا. مش كفاءة. روبنا يا حق. رضا منطها. وجرحتها. مرمضة شوفها. ايه. ايه. ايه كويسة. ايه. عندك امل يعني انه ترجعلك تاني ولا حقا. ايه. ما عديش اعمل يا ابا. ما عديش اعمل يا حق. انا. انا لاحاول انساء. انا. انا 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 انتعبا. هو عاصم بالوي حق. عاصم. هي ضرب مخدراتي حاجها. يا مسبتي. هي حصلت. طب واحدة هنسكت. لا طبعا مش هنسكت. بس لازم اشوف صرفه في الهباب اللي وصلناها ذو ده. يا ايو. طيب مال. بس يا ابا هلالة. يا جدا اهو. ايه يا عم اهونا اللي كل ما تقابلنا بيها ديت. ما تشتري لك مروحة من شارع عب عزيز. ما بقاش قلبك حامزة الفلفل لسوت كده. ببتقاب بروق وبهوة اهو. بس برحته كده معسل لوحده. اه معسل لوحده يا خير فيها. مترعش على حجر يا للمعسل. الخلاص هه حلو. فلوسك خلصت. ورجعت للمعسل لوحده. اثر يا معسل انت هو انا يا خلق دي. اسمع يا معلم بهلول. احنا عايزين ننسى اللي فات. ونعدل الجمجمة. اطلع بالحشيش يا بكره. الحشيش معاك يا شابروت هتحور ولا ايه. ما انا ازرفهولك قبل اللجنة. يا عم انت تبقش مبكتش فيه لجنة واحده جايد. الكلام ده كان انبارح. قلب معايا حتة ابن تبارح. بده قبل اللجنة. مش عايز زفتي مش عايز زفتي ما اتطلعش. بس بقى اسمع احنا جايل لك في مصلحة لز مقشر. بتغير بقى بتجيب سيرت مراتك اللي هي كانت طلقتك اللي هي بقت مرات زيزو. وما فيش جوزين يا ماما خلاص يا ماما. عايزينك تساعدنا في انتخابات الباشا. اه الباشا ده اللي هو زيزو. والخبسة دول. وعليهم خمسة بو تسعتاشر. انا قبضيك وقتي. بس الباشا انجح. الباشا بتاعكو ده مش هانجح. خلاص بعيد بتاع الكف. بقر الكف وبقر الطالع كمان. اقعدوا بتكروا ان زيزو بتاعكو ده يقدرها يوصل لبعيد. ده كل خطوة بيخطيها بيحفر شبري من قبره. طب فكك من خطبة القبر دي وتركز بعدها. على فكرة بقى. زيزو فلع. زي ما انت شايف اقول قرش بقى بيجري في ادينا. والناس بتمشي تشاور علينا وتقول هم دول سنتو ابو حسا مالينا كراويا. كراويا. ده عشان بس انتو رديدوا تبقوا عبيدوا. بقولكو ايه. قانستو يا خدمين الباشا. دياع دي. انت من طريق. واحدة من الاخوة الاعداء. السلامة يا اخوة اعداء. خلصتروا لي بتاعيبكو. يلا يلا. بسلامة يا حبيبي بالسلامة. يا عم متوكل على اللابة ياه. بسلامة يا حبيبي. بس اعرف طريقة من اليابنا عبدالرحيم عشان اوصل لك. يعني ايه تنسحب من الانتخابات. ده احنا لحد دلوقتي صار فينا. مفيش حل تاني. طب ما تخش مستقل. كمل اول يا حبيبي. لكن دلوقتي المصالح تقف. اسمع اقات. اه. انا عايزك تمشي الدعاء الانتخابية على الشعرة. عشرة على عشرة. تعلق بسطرات وتتبح دباح وتأكل الناس. ايه 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 ايه. وليه حنصرف ده كله. طالما هتحنسحب. عشان او مجا تفوت مع الطوخي دماغ وتليل. هو عرض عليك يعني اه. يتفعلك وتنسحب. عرض اتنين مليون وانا رفضت. والله اتنين مليون مش وحش. بس المهم ما نصرفش ولا مليم تاني. لا بس انا في المالك حاجة تانية اهم. ايه هي. الشيء اياتي. اه هاتي. ايه ده يا بيت. انت ايه اللي جابك هام. ايه ده يا عم الساخة. احنا جوزنا النهاردة. عارفي. لا عارفي احنا لها في العارفي برضو. ده معزوم والشهود والاسم كمان اسبوع. احنا مضيعش وقت. يا ولاد المدنيين. لا بقول لك ايه احترمني قدام المدني. بصراحة انا مقدرتش اقاها محنية وصدق كلامه. وبعدان اياد بالنسبالي. فرصة ما تتعواتش. والله العظيم انت الملاك اللي ربنا بعته لي. زبالة. انتو عيال زبالة. يعني حتى كلام الحب مش جايب معاك. يا عم ام هزة طولك وام اعمل اتنين لمون. يلا. الله. اخيرا بقى في حاجة تفرح في الدنيا. قبل ما تفرح كده لعبد الرحيم يا رب ان شاء الله. بس بقول لك انا مش هسمح لك تسكن انت والبت في المخروبة بتاعتك دي. لا احنا عامين حسابنا هنجيلك عشان ناخد شاء او هندفع فوري كمان. لا من غير ما تقول يا اخويا عيبة لقلت انا بتدفع عيب. انت حبيبي يعني. مش كنا جبن امك تيجي تفكة على نفسها شوية. بدل الكآبة اللي هي معايشة روحها فيها من يوم اخوك مش وصاب لنا البيت. تفضل بقى من موضوع وليد ده خلنا نشمش ويتهوى. هوى. وانت يا اخويا يوم خرجتني يعني تجيبني في المكان العظيم ده. خير ناقح عليك في ايه. لا فهمك بعدين. اتفضل يا سعب رحيم. ايه كده يا عم دور بقى. الله يا ما حد علمك اللماضة وطولة اللسان غير مرات ابوك. يا دميلا علي يا واد انا. شويتون حم الشام والنبي ابني هنا. وكتر الشطة يا عم. قولي بقى. شمعنى المكان ده. بيفكرك بمينة. بيفكرني بقى اغلى الناس. ابويا الله يا رحمة. ايه ده امام انت ايه كاب. مالقطفوني من عالشجرة يا حمار انت. طبعا ليه يا اب. سبحان الله. سألت ابويا نفس السؤال في نفس المكان. وجاوب نفس الاجابة. ابويا فين ابو. ابويا ومامتك راحوا عند ربنا. وفين ربنا ده. شوف بقى سيدي. ربنا موجود في كل مكان. وشايف كل الناس. بس مكانه فوق في السماء. يعني ماما دلوقتي في السماء. عليك نور. أمالين دي. انا الاول اللي عطاك من كل حطة. انا اللي هقطعك حطة. تعال هنا. عطيب الوقت. نا تعال هنا. نا تعال هنا. ما تاني يا أستاذ؟ ربنا خليك. سنة يا بركة. يجب؟ قعد طيب قعد طيب. ربنا خليك الهانة والبس صغير. بس أنا ما تيش خاك يا أستاذ. علال عليك. الله خليك من شكرينها دي. شكرا. عرف ده اسمه ايه؟ همش دي شيء طبعا. ملك. زيزو. يساهم في ايه يا أخويا؟ لا انا تمام ما تيش حاجة. طيب. تحب نمشي من هنا؟ بس لي حاسس اننا لو بصيت في اي مكان هيطلع لأبوي. يات. ايه القرب ده؟ نزلنا عملوش للوقت بتاعة العربية. طالما ما حبيتوش تبقى بشرة خير وهتطلع غير أبوي. ومالو أبو. سيد الرجالة كلهم. زيزو. همو انا حخلف انت يخل. نعم يا أختي. ده انت عاملة زي العربية اللي معمولها عمرة ولسه في التاليين. تخلفي ده ايه؟ ليه يا أخويا. همو انا ناصة ايد ولا رجلي. همو انا كل ما حفتح معاك الموضوع ده تقفلوا معايا بالطريقة دي. ما تطلعيش عين أمي. يا رجل همو انا بقولك كسيني. ده انا بقولك عايزة تخلف منك. نفسي فود متشرط زي الوجه. يجي يتخاوى معاه. هوا تقلم تتخنوا. اتفضلوا ودامع البيت. عبدالعزيز. خير يا أمو عبدالعزيز. انا زعلانة منك وعدبة عليك. عشان قصة وليد مش كده؟ لا. عشان كنت فاكرة لما امرتك تكلمك وتقولك أخوك ساب البيت. تقوم تسيب اللي في ايدك وتجري تشوف أخوك. والد ما بقى صغير يا أمو هو حر. وعدين من الآخر بقى. ابنك عايز يلو يدراعي عشان يعمل اللي في دماغه. وليه انت شايفها كده؟ ليه ما شفتاش ان أخوك زعلانة. عشان البنت اللي انت عايز تحرمه منك. قولي لي يا أمو. انا عمري قصرت معاكو في حاجة. لا يا حبيبي عمو. طب لما اطلب من حد فيكو حاجة. ومستخسرها فيا. لو الحاجة دي عناية. قديها لك وانا مبسوط. اللي أمو ابنك مش عايزة يطوعنا ليه بقى. لا يا حبيبي. لو عايز عناية عشان تشوف فيها. مستخسرهاش فيك. لو عايز عناية عشان أشوف بعين واحدة. تبقى ما بتحبش أمك. عايزة هي يا أمو. عايزة ما تدخلوش الشيطان بيه. وتفضل اخوات تحبه بعض. ماشي. وكرا الصح هسيبلك مئة ألف جنيت الدهالة. وتروحها تخطيبولي البيت اللي هو عايزها. بس اعملها حسابك. انا مش راضي. لا يا حبيبي. الحزبة مش حزبة فلوس يا بني. انا قلت اللي عندي يا أمو. اصبع على خير. اللومة. انا يا عاصم. عايزة اتكلم معاك لو سمحت. اتكلم معاك هنا. ازاي متحبني. من فضلك انشي. انا مش وسادة اتكلم معاك. ارجوك. انا في ظرف محتاجة جنبي قوي. من فضلك. فيش كلام بيننا ممكن يتقل دينا. انا فكرت في كل اللي حصل بيننا. لقيت دي مش قادلة. من فضلك. كيفية بقى. انا عارف ان معاية الشغل بتاعتك بتخلص دلوقتي. انت كمين عارفت تفاصيل شغلي؟ انا مش مصدها انت بترقبني ولا ايه؟ انت عايز مني ايه؟ طب هنتكلم ازاي بس انت عصبية كده. يبقى تكلم انا. حضرتك جاية تراديني بكلمتين. مش كده؟ انا توقفت عالشغل. تحقيق ونهابها. بس كل ده مش مهم. مهم انت. انا محتاجة جنبي قوي. حتى. لو عدينك تفكري. والله العظيم بقى تغير. خلصت كلامك؟ احنا الاتنين بقى ناس تنين يا عاصب. مش انا الستة اللي انت جاوزتها. ولا انت الراجل ده. خلص بقى ناس تنين. انساني بقى. يعني ايه؟ ما نفعش حتى نحاول تاني؟ انا مستحيل افرض في حريتي تاني لاي حد مهما كان. ولا حتى عبدالعزيز. يا دي عبدالعزيز. ممكن اسألك سؤاله ترد علي. ايه عكس الحب؟ كور؟ لا. عكس الحب ولا حاجة. عشان انت لو بتكره. هتكون لسه مرتبط باللي انت بتحبه. فيه مشاعر جواك نحيده. لكن عكس الحب ولا حاجة. بيبقى اللي قدامك ده هوى. انت فاهم؟ بس اصدقك. بس مش عارف. حس انك لسه بتحبي. تخيل ان انتو اللي تنزهي بعض بالزبط. نفس القنانية والقصوة وحب التملك. بالقبشى من كده القناع الكذاب اللي بتدارو بيه الوحش اللي جواكو. سيبهوني فحالي بقى. هو ده الدكتور. اللي شفناه انا وانت في البرنامج بتاع التلفزيون. يما ما نعرفه. بس في التلفزيون بيقعد يقول كلام. وانما جاعد قدامه ويقعد يقولي في كلام تاني. ده حتى الادوية اللي هو كتبها لي. ولا طلقت منشطاته ولا بتاعت خلفه. ده طلح في تامين يا امه. خلاص. مش مريحك نروح لدكتور غيره. لقى يا بقى هي يا شغل انا ولا ايه؟ وقالي لقى مش فاهم انا يعني. بقولك شسكوتين تي. اذا كان عبدالعزيز خليه جيوصى لنا. حاضر ايوة حبيبي ازيك. لا دي ماما جنبي بتسلم عليك. نزل مع ان انتوا راحوا يشتروا شوية حاجات. لا زمانهم جايين. حاضر حاضر مع السلامة. انا ببدب عليك يا امه. زيزو مش عايزني يخلف. وانت سمعت الكلام. يا خايبة يا عبيطة. بعد كل ده عايز العيل الصغاية ربنه يشيل الشلة كلها. نفس افهم. مش عايز يخلف منك ليه يا بنت الشرشابي. مش عارفة يا امه ما هو ده اللي حيجنني. مرة يقولي اصلي متعقد وخايف احسن تفتصي وتمتي وانت بيجيبيلي العيل. ومرة يقولي انه مش جاهز. انا مش فيها ما هيجهز ايه أفضل من اللي هو جاهزه ده. دبسيه يا موقوسة. دبسيه. بيت. انتي مركبة شريط. ايوه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لازم نروح للدكتور تشيل الشريط دك وتحبالي. طيب وفريدي زيزو الزاحي. ولا فريدي يحكم رأيي ان انا نزل البابي. ولا فريدي انه انطلقني وروحت في ستين جاهية. ايوه. طول ما انت خايفة مني. وقاعدة تحت لجليل. حيعمل كده. طول ما انت خايفة لا يطلقك حيعمل كده. يا بيت. يا بيت اسمع كلامي وعمل لي اللي بقولك عليه. من غير ما اقوله. اه يا عبيطة يا بنت العبيطة. انا مش فاهم يا باش عايزي يارا غريبة دي. مش عابو ناسب برضه بحلول ولا ايه. انا كان عيشه ملح. كنت. وكنت فعلا ماضي منصوب الفتحة. الفتحة ديه بقى. انا عايز اتركز معايا. هات من الاخر يا باش يا طلبتك ايه. فضت تتسرق الحاج وتدي لمراتك. لحد ما بقوا خمسة وستين الف. وجي هو بقى خدها بفلوسها. بس الحقيقة انت طلعت تذكر. خدت فلوسك. وما خلص ولا لسه. بح خلصه خلاص. بس انا ما خدتش فلوسي كلها. انا فضي لي خمسة وعشرين الف. طب مش توك كده. عايزهم. يا ريت يا باشا بس ازاي. من غير بس. لو طلعت بقى كفاءة ومطقطة ورد سجون بجد. هتاخدهم. وتاخد فيهم مكافأة كمان. كفاءة ومطقطة في ايه يا حكم دار؟ انا حاسس بيه كبهلول. انت لو كنت عايز فلوس كنت طلعتها. لكن انت بقى نار غير واكلة قلبك. بس اخب بالك. اللي هو الجامد وعض مناشف. ممكن تيجي تعلم عليه. يكسارك. ويفضل ما خليك مطاطي طول عمرك. انا الدنيا بدياني داراها. وطولها زي عرضها. ما بقيتش تفرق يا باشا. فكر ورد علي. افكر يا باشا. بس افكر في ايه. الانتخابات بخناقاتها ودوشيتها قربت. وده مولد. لو فاتك بقى يا شيخ بهلول. يبقى كل مولد وده طيب. اه. بابا 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 بابا. ازاك عمكو خير. محمد الله. افتاني. انت كمان. افتاني. ايه يا راك يا جاني نتبقى في الحاجات اللي انا جبتاها لديك. حلو. بس. افتحاني. يا جلع اعتمد على نفسك بقى انت بقيت راجل كبير اهو. وانا كمان في حاجات كبير وشوكولاتات. ازاك يا سناء. افتاني. كويس الحمد الله. امي فين. مع وليد في الشقة القديم. افتاني. 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 افتاني يا سناء. قلب وشك مني من ساعة مشوفتك القاسي. مفيش. مفيش. اوانا هتوقع عندك. حاكم النسوان دي مجانين وانت بقى أجنهم. زهقت يا زيزو. والله العظيم زهقت. زهيتي من ايه. نقصك ايه بقى ان شاء الله. نقص مني بقى ام. نفسي فعيل. نفسي فأخ العبد الرحيم. قولي ده مش من حقي. احنا مش اتفقنا نأجل الكلام في المواضيع دي. اتفقنا ولا ما اتفقناش. اتفقنا وقلت حاضر وحاضر. بس ممكن تقولي لغاية امتا. ممكن تعرفني الحجة قد الوقتي. اوه اوه اوه. جاي عليها حدورك عشل عليها. انا خلاص يا سناء. ما بقيتش فهمك يا بنتي. طلق ايه ده اللي انت عايزة تطلق ايه. لو سمحت يوم اتنفيذ اللي انا اطربته من سوكات. طب افهم الاول. انت زعلانة من زيزو. يعني زيزو مزعلك في حاجة. وليلي وانا اتصرف يا بنتي. مفيش زعل. طب لما هو مفيش زعل. يبقى لاز بيته ايه اطلق. اطلقي الابويا وقولي له ان هو يطلقني من زيزو النهاردة. انت الجنان تراسي. انا خلاص. ما بقيتش مستحملات. يا شرشان. دعنا اتصرف يا بنتك. خلاص. هتجناني. هيقفل انت بقى. ايه وحيد. افتحي. افتحي يا سناء افتح انا مش نقصك. افهمولي بس طلق ايه اللي انت بتكلمي فيه. افتحي يا سناء انا تكلمت لحاج عواطف وزمانها جاي وحجيبه معاها. قولي اللي هم يجيبوا المقذون معاهم علشان يطلقني ويمشي على طول. مقذون ايه بس وطلق ايه. فاهمين يا سناء. فاهمين يا بنتي. انا مش فاهم. افتحي يا جريح حاجة نعم. والله ما بقيت عارف اي حاجة. تعالي شوفي البنتك جميلة راسمي. افتحي يا بنتي. افتح يا دنايم. افتح يا سناء. انا عملتلك حاجة. جوزك عمل فيك حاجة يا حبيبت شوفي علي. اكسر البغي حاجة البنتك جميلة راسمي. انا خايف لا تعمل في نفسها حاجة. ايه يا جماعة سكو جاي باخر الشهر. تعالي افتح. مش هدى تكسر. اكسر البغي يا زيزو. انا. 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 يلا على البيت. لو سمحت اتطلقني من زوكات من غير شوشرة. انت جنادي. بس بس خلاء. خلاء. تعالي. تعالي لا تكلم بره يا زيزو. حصلينا يا بنتي. تعالي. يا بنتي اسمع كلام جوزك وبلاش فضايح. حلي مشاكلك في بيتك وبابك مقفول عليك. الكلام ده مظبوط. اسمعي شرشابي. خلي الراجل اخد مراته ويمشي. انا مش عايزة مطيبة طاية هنا. لو بيتك مش حشاني انا حعروة شين نفسي كويس قوي. بس. مش حد يمشي من هنا لما يفهم بالزبط ايه الحكاية او ايه سبب الزعب. وفي ايه. فيني زهد. ارفت اضهد. فيني البي مش عايز يخلف من الخدامة اللي انتو بليتوا بيها. ما هو انت برضو ملكش حقي يا عبدالعزيز. تحرم المن الخلفة. حرم عليك ده حقها يا اخي. جرائيه نعم. ما تقادي يا اختي شوية. انا برضو. انا مش عايز كلام كتير. بيتي وانا حر فيها مشي بالطرق اللي تعجبني. فيا يا عبدالعزيز. تانسيت نفسك ولا ايه يا ابني. داخل الشمال وانا سكيت لك. وعا تكون فاهم ان البدلة والعربية والفلوس هتغيرك يا سا عبدالعزيز لا. هتفضل طول عمرك زيزو. وانا هفضل طول عمر الشرشاب الكبير. فاهم يعني ايه الكبير؟ عيب يا عبدالعزيز. اللي مانوش كبير بيشتريولو كبير يا ابني. مفيش كبير اغلط يا معلم. وبعد الا موارزة بنتك دي يعني. انا مش اخدها بنت ابنودة عشان تتفرجت التاني على ايه. تاحمد ربنا ان انا اتجاوزتها اصلا وشلت الشيلة. هاب يا عبدالعزيز مش كده. احترمني حتى. لو لان انت ببيتي. كان بقال مع بتصرف تاني خالص. سيبوا يا ابا. احسن يمكن الكلمتين دول كانوا طبقين على نفسه. اهو خرجهم مرتاح. اصلا يا حرام واخد واحد اخر جبيت. كسر. وعايز يكمل عليها ويكسرها اكثر. انت انسيت نفسك وانا اللي غلطت. انا اللي حصلح الغلط ده. والعلمك. انا اللي بيشرفنيش اني اغالف من واحد زيك. انا اللي 되كذب אותةني. انا جداً لتهاء واعبنا جداً. انا ب lil screen. انا痴د! انا بالعiallyد! انا بالع Nikki رزيك! انا بالعround ! اشتركوا في القناة اصحى يا ابني اصحى انجحت في الانتخابات يا زيزو ايه زيزو مش وقت النوم اصحى انجحت في الانتخابات نجحت في الانتخابات انه كويس 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 لا ليسه مفقش يا زيزو يا زيزو بقولك انجحت في الانتخابات طب كمان الحمد الله نعم كده بس انت مش فرحان يا ابني بقيت مرشح الشعب نجحت يا عبدالعزيز موسيقى عالم زيزو ناس دي غلطوا في حقنا تلات مرات واحد دي بنا واحد عرفوا النتجة كب كب وببلغوا داس اتنين التجو بهذا يقولولك ويأكلوا عملينا حلوة النجاح تلاتة تلاتة مش عرفها دي قولينا هما غلطوا في حقنا في ايه ها؟ نزل الجحش الانت شاينو ها؟ نزل الجحش الانت انا؟ الشاينو انزل يا جحش بيقولك انزل يا والدور يعمل ايه؟ والدور يسقط طبعا والدور بسا؟ اه طبعا يا اخ البلد دي فيها حاجة غريبة اللي يفتكر انه حطاه في جيبه بقى غلطان هو هتاكل علينا الحلوة مع المزيزو والنفحات بتاعتك قديك سايف احنا بتساعت بعدها عندنا انتخباته ومتصبها بتزرده عامل ازاي؟ انا في حدكو هاندي ما تقلقوش يعني هنقضي ليلة زي الفل وانسهر سعره صباحي ها؟ ان شاء الله تمام بايا بايا يلا هبا 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 زيزو تحت القوبة هبا 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 زيزو تحت القوبة يلا 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 روح انت هاندور روح عالبتها لتنفرح امك ماشي انت اخد الجزدول واسبقنا عالشان طيب يلا نستنك متأخرش ها؟ يلا تتبع الناوب قوز أحب مني كيا وهبا هبا يلا يلا تحدي home يلا يلا بالrakلة موسيقى موسيقى عصر ، عصر ، عصر عصر اشتركوا في القناة 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 مش صالح ايوة كده انا عاش شو هتفترق عاش الضرب يبقى جامد ومحمل بس مفيش دم طب اي داي تنضمن ازاي داي؟ تنضمن بانك تهجم عليه على طول يصحوا لقوا فوق رأسهم قبل ما يستعملوا السلاح بتاعهم انا اطلب غدا لا وراني شغل كتير في براك فيصل ولازم ان نخلص في المعاد يبقى متخلص انت بعد علينا ها؟ بالإذن هالله خليك يا عم مع السلامة بغروك على مصلحة فيصل كن منخيرك يا ولد اخوي رب ما يخليك ما تنساش البيت طرقاني اللي في البلد دي خلل اه هي كده قضت المدة ما تقلقش سلام عليكم سلام عليكم الو يا زكي عمتي كيف حالك؟ مليح؟ لا يا ولدي وليه مستعجلك داي؟ راجع نفسك وبطل حنيت قلبك دي دي يا زيزو اللي تشوفو بس وحاج ربنا كانت مؤنساني وبتساعدني في شغل الدوار اللي بقى كل ما ما قولوك كلمة واحدة بس اه هي معاك اه هي وقلبها بيفط من الفرحة خدي زيزو زيزو ماي لابلي بابي بشوف يا بابي انا قسفة جدا معلش تسامحني انا قسفة والله طبطب مش هعمل كده تاني انت قلبك طيب قوي تزدي يا زيزو شكات لي عايز اشكات ولا اي حاجة انا بس كل يعيزة من هنا امشي وماجيش هنا تاني ومش هشوف خلاقتي في اي حتة خالص ولا افلام ولا مسلسلات ربنا خليك للية يا ماي зад عفلي دالي خدوا النبي أنت رتيبة معك أمشي أيوة أفهمت عليك بالسلامة أنت يا ولدي أمشي 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 أختي 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 بالك لو طلع جينك مش خمران ولا حركتي رغيف الفرن رغيف إيه بس اللي تحرق يا حك درقتي بودة فاير إنتي ماس؟ والله النار وحشوفي مني أحلى خبيث يلا إنا بسرحة بص بقى يصا أنا عايزك تعمل لي فاتورة كبيرة عشان نعرف أشوف اللون أنا يا دكتور بناها لك أهلو أيوة أنا لوبنا مين؟ ماذن؟ إزاك يا ماذن؟ تلسة فاكرني؟ بابا تعيش عندك؟ أعزمني على عشان؟ حاجة مهمة قوي للدرجازي؟ لا لا مفيش مالة خلص أوكي مع السلامة بس يا بحلالة إيه؟ بحلوقوا وتخلصوا عليك يا عام بحلول ما بقاش قلبك يا سود يا جدعا دا إحنا واكلين عش وملح مع بعض وشاربين حشيش من خيرك آه بقى مرت ما كل عجلي فيكو يدو معلمة على وشي بقى قد أنا أخليك بقى عبد العزيز عملت فيها سبع رجالة عد بقى أدلوه أكل مكسرة جريا بكروا إحنا جايين نسالح ولا نقطاموا صلحوكم ما يلزمنيش شابره شابره قد شابره دا لسا في دفع لسا في دفع يقول لي يلزمني وما يلزمديش أعمل بقى أيا يا جدع الراجل معذور دا واكل عالق تموت طب يعاب الشغلي دا يعابل إليها إلا الله يعاد لو عبد الحزيز قال لي روح ادرب أخوك مش ادربه دا انا اضربه هو وأقوله ادرب أخوك وبعدين تصلحه طب هو لازم يقدر برضو ويفهم داخل عليه بلفه وأكله وكباب وشاشه وقصه بخضرات لازم يقدر مشكلوكوا بتقفلموا علي يا ولا دخافة دا قولك يا بعلب مهلول قص له بطولك كده ويفتح وتعالى كل معنا طب يا عبد طب الربود البتاع دا عشان إلا مش قادر خالص افتح 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 اه رو معلم بشمالة بشمالة طب طب فضل يا بطل كله اللي على وصفها شابره بطرح بيسري ها؟ انا عارف انك هتفهم اللي جاي وتستوعبه بسرعة انت هتتنقل نقلة كبيرة قوي عبدالعزيز من الست صفار للتسعة صفار دنيا تانية وعالم تاني الله بشا اللي بسمعه يعني بيتخوفني البلد مليانة اشعاعات قولي الاول سمعت ايه وانا هقولك عالمفيد يعني ايه اصل اه مش عارف ايه ما تخافش تقولي سمعت ايه اللي راحوا مش قد اللي رجعوا واخيرهم الدوري بيه انا هقولك بقى عالسر واجري على الله ما تطمعش خد اللي بيدهولك وانت ساكت والحاضر ونعم بس سهلة مش كده مجرم مجرم احسنتها بس سانية واحدة سلمه جيلك تنور المكان يا باشا ما بقيتش تقول لي يا أمكت زي زمان يا مازن ايه أخبارك الدكتور طنباري عبدالعزيز بيه من رجال المستقبل زيك يا عبدالعزيز بيه معرفة قديمة يا باشا والدنيا زيارة انا شايف شغلك يا مازن في الدور مستورة ومستنى منك زيارة قرأي تحت عمر ما عليك يا فرد تحب بيهنط يا راجل وده وقته احنا بناكل انا حب اكلمك بصوت اني شافت يا جاهد عبدالعزيز بيه اه شكرا انا ازنك يا باشا مع السلام يا مازن كنا بنقول ايه يا زيزو كنا بنقول اسمع الكلام ساتك ايه ده ده انت مركز حتى بعد اللي شفته بينك وبين مازن هي ايه الحكاية مالك شكل عبدالعزيز دي اكفى حاجة لا يا باما بس يد تركيبة كده كلها على بعضها ازاي يعني اول مرة شوفك من سنين شوفها عبدالعزيز بيه لا ومع مين لكن نها رسالة بس الحقيقة مش فاهم معناها انت بتصدق في الحاجات زي للأسف اوه للأسف لان انا عارف ان ده ضد كل اللي احنا تعلمنا في حاجة بس تقداري تقولي كده ان كلمة مكتوبة على حيطها في الشارع او حتى على عيل بالدور بتنهارلي حاجة كده يعني زي كان الموضوع هيمشي 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 هو فيه موضوع من اصله مش عارف شاكلك على طول مستعجل كده طيب ما خش في المهم بقى باكلي ايه وهو ده المهم فتح ادك تاكن بالبا الدولي باشا بايد فرسال تبطاشر اعدام شوف بيكلوا بيك شابرو باكرو بني دي ده كلام يا جماعة يعني ده كلام تبايدون الراجل كده بيه كده يا جارجيز ايه اللي انا عملت قولك عشان نستاهل منك كل ده يعني ليه انت صح بجد عندك حق ايه يا عمي راجلة بهدل خالص انا مكنش منتظم بتعملني بالطريقة دي اصلا انا قطول عملي معتبرك زي ابني يا جارجيز سيبك بقى من الكلمتين الهجس دول بتاع زي ابني وزي ابنك وزي خالتي وزي عمتي انت عمرك مكليك فضل علي ولا انا ليه فضل عليك انت عملت من وراك مصالح وانا عملت من وراك مصالح يباكيت صح او لا لسيت نفسك او لا يا عم عزيزة انا ليه او الشرتة او ده كان من اللي زعل بقى خليه رجعني الساعة يا عب عزيزة انتخذت منه شاعد يا ابن الدوصلابه انتخذت منه شاعد استغذم استغذم معه بس ابو عزيزة خليه رجعني الساعة مش معقولة واحد زي دايه البس رولكس خليه رجعني النظارة كمان لو سمحت او لا بكر اللي بوزة الساعة دي تلزبدي احنا مش حرمية يا بكر اذا مبلطقتش في الساعة انا قلت له ده هاخد الساعة قال نخدها بقولك ادي له الساعة اه هات الساعة مش بيقولك ادي لي الساعة باش كل بوتك على رقبتي برضه كبير بص يا باشا انا باقترح عليك تسافر سافر اه 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 اروح اعمل لك عمرة انت راجل كبيرت ومحتاج تريح خد لك اجازة كده طويلة خد العيال والمدامر ورتاح وبعدين الفلوس من معاك تكفيك وتكفي اولادك واولاد اولادك واحدة اللي يفنينه سوا ماشي انت شايفه زيره خليمي فوكه ونيره سمحت فوكه وعايز النظارة بتاعتي من عند الفاني ده كمانا فوكه شافره مرنق ايه ده الرجل نظارته خد عصيدة عشان طب طب اخد هذا الجاكل طيب مش بيقولك فوكه طب اخد هذا الجاكل طيب فوك الرجل طيب يا جماعة ايه ده ما اعمل الصحب اتحركش على زلدة فوتشا جاكل ديله الجاكل طيب معلم زيزو ديله الجاكل طب هو جاي انا يعني نبدأ ولا جاي اعمل ايه خدوا منك حاجة يا باشا تاني انا كده تماما زيزو اما انت عالبوكسر كله تماما زيزو اتوكي ما اقوله حد يفتح لي البادة افتح لي البادة افتح لي البادة طب ده ما يتد عبطة اتحاني لها عبدالزيزو عبدالعزيز خليهم يفتحوا لي البادة لو سمحت اناسة اناسة مش برضو حضرتك الدكتورة لابنك ايوة مين حضرتك انا جالك من طرف عبدالعزيز بيه ممكن تتفضلي معالي عشان هو عايزك دلوقتي حالا وانا مش عايز اشوفه اوكي بعد اذنك بعد اذنك او استاذي عبدالعزيز بيه مديني اوامر اللي لازم تيجي معايا ومنفحش ارجع من غيري طب اتفضل فضل ايوة يا باشا دكتورة لابنك يا فاندم ده انا كنت لسه اكلم ساعتك ده موضوع الدوري خلاص خلاص بس هو مسافر بس سيستك لو عايزه ما يسافرش ما يسافرش وانت جايبني اتعادني جنبك ايوة يا فاندم معايا الارض هو الموضوع خلصا ان لو عايز تخلص بكرة نجيبه من بكرة شكلينة باشا تفضل 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 وانت مش قدر تستنى لحد الصبح موقفي الرئيس عصابة يستناني ويثبتني في شارع عبدالعزيز اوه اصلي لقيت عليكي فقلت اجيبك هتطمن عندك منع تطمن تطمن على ايه ولا انت بقى عشان طلقت سناء فقلت اتفوق لي انا خلاص بقيت عارف ان احنا مننفعش البعض بس لما شوفك بقى مع هو اسمه ايه الدكتور مازن اه اسمانسا لما شوفك مع الدكتور مازن لازم اسأل تسأل بقى يا حق بحق العشرة والعش والملح والجيرة وايام زمان انت بقى خلاص بقيت رئيس جمهورية شارع عبدالعزيز ما تسيبني بحالي بقى شوفها لوبنا احنا ممكن نقعد كده نتكلم لحد الصبح ما نوصلش لحاجة فهتعالي معايا عجل قلني ده ماهي سكتك تاني مكتش تخيل ابدا انك تبقى زي مع صوبة ولا بلطاك بتعمل ده علي انا لا ماذا يعني ايه ممكن اتعمل معاك بشكل تاني قد اللي افهمه بقيت زيالي كان عايز نشتغل في صيداليت ابو ارتحت صيداليت ابو طيب بتقدري تمشي موسيقى 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 اه اهمي زيدي يا اما وبعد ما كان شغلي بس مصالح الناس كمان حطت فوقنا فوقي براحة لنفسك يا انا مصالح الناس ما بتخلص ما تشوف ان الوضع عبدالرحيم كده اندهي الوضع معنا شوية نم مبادر موم بقى احضرلكوا القاتل مالطباخ فيني اللي بعتولك النهاردة يوم ماشيتوا على اخر زي ما حاجيب طباخي وخققوا بكلي في المطبخ الحق علي انا عايز ارياحك ايه يا مرتاحة كده قول يا ريس انا مولتش حاجة وانا عبيت عانيت كلها كلام وبعدين شيئك تاي واعدتك ليه كده على طرف الكنبة انجز مشاكلك تعباني النهاردة نتكلم بكرة احسن يا سيدي اطمو احسن من نحته الانتخابات خلصت خلاص نسمى بقى البيت صبرة صبري ما يستحملوش اي بشر ما انت روحت خطبتها انت وامك عايزي تاني بقى الاولانية رضاك والتانية الفرح الاولانية دي لمية جنب الحيطة خلينا في التانية عايز كام كل مادة بتبعت زيادة انت حتغنيها لي ما انا قدامك اهو وبعدين انت عارف كويس من بيبعد يا وليد انا ولا انت انا عايز اصالحك عايز ارضيك وهو ده اللي خلاني وقفت جنبك في الانتخابات اه وعايز تاخد تمن وقفتك زي شبر وبكر انت ليه مصمم تجرحني بالكلام انا موقفتش جنبك في الانتخابات عشان مستني التمن لا انا وقفت جنبك في الانتخابات عشان انت اخويا رغم ان ايه رغم ان انا شايفك ما تفرقش عن الضوخي ولا غيره في اي حاجة وزا كان على فرحي هعمله في الحدة واست اهلي وناسي اللي انا تربيت معاهم واقعد في شاقتنا القديمة يعني فلوسك دي خليها لك انا مش محتاجها في اي حاجة بس محتاج حاجة واحدة بس محتاجها لقي اخويا اخويا اللي انا بحب حلوين الشويتين دون بس برضو ما فهمتنيش انت عايزين شويتين انا مش عايز اي حاجة اغرى انك تفرح برايا انت خايف محضرش فرحك مخافش فرحك احضره واعمل معاك الواجب على اكمل وجه الاكل ياما بقى هنام وانا قاعد لا اخصار عبدالعزيز با انا ممتفهمش با انا سيطران وااااااااااااااااااااى هااااااااااااااااااااااااااااااااا احضره اقاح افع انت جدعة ومجتهد وزاكي الله يبارك لك يا فندي علشان كده اخترناك تبقى شريك لينا يعني تبنيناك ونسبتك هتبقى 35% وفي بعض حاجات هتبقى باسمك بس ايه وعد فكر انها ليك ربنا يخليك يا فندي انا مش عارف اقولك ايه طبروح انت بقولك ايه انت زمال كاوي ولا هلاوي يعني اللي تشوفه سيادتك معلوماتنا بتقول انك للأسف زمال كاوي قادر يا فندي قادر عبدالعزيز تعرف لو الاهل ما خدش الدور في موسم واحد ومصر ممكن يحصل فيها ايه يعني ما مش عارف سيادتك انت طيب يا عبدالعزيز طيب طب يعني سيادتك لما اخذ عنا لو منزعج قوي كده يعني نغير وبعدين احنا دخلنا عدل لاحتراف واللعيب لازم يدين بالولاء للفنالة اللي لبسها فندي و الفنالة اللي انت لبسها فنالة مين بان اعبيد سيادتك حلوها بان عبيدها مش بقولك مش بقولك انك زكي في كلام كتير عن الانتخابات والاشراف القضائي ايه رأيك في نزلة الانتخابات خلينا بقى نتكلم بصراحة ويا ريت الكلام ده ما يتشلش في المونتاش لانه انا قلت حليك ان انا كلمة حق وشرطي الوحيد على اي برنامج بصوره هو انه يبقى فيه شفافية في موضوع عدم التعامل مع الشريط اللي بيتسجل هو عبد العزيز بقى مهم ما اول كده بسكوتي بسكوتي اولي هيعقى هو هيغلط وهيودي نفسه في ستين ده يقول يا اخو انا عنيه معاناة كبيرة جدا في موضوع الانتخابات يكفي انه في الدائرة اللي انا كنت فيها مية وخمسين صندوق بدون اشراف خضائي النهاردة هم قالوا قالوا حيبقى فيه اشراف خضائي طلبنا قاضي على كل صندوق وقفنا ناغر المعارك والضرب والضرب من تحت الحزان النهاردة يا فتن هم قالوا هم قالوا قالوا يا انا انا بحين صبتنا يا انا احنا بحين صبتنا لن يترى صبتنا يا اهلي دايريكT ايوه يا عبد العزيز جاي اوه انا من نشونا جدا 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 انا شنك وشكوين مزاعه وانما انا اخذي انا واحدة وانما جدا انا انا مفتا انا مرشا خد خاتم أبوك مزيد في الحمام وده وقت أمه في الرجل فإحنا من هنا بنتال لدي المزيع دي بقى تسلخ أي حد إنه ما كان العبد لله بقى مكفناك مزيد في القياة فإنه أخذنا يعني نطالب الحكومة نطالب السلطة رغم أن أحنا بنهاية العامل اللي عايزين أكيد فيها اي 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 بي اي 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 yen الاندك اخر مشتناةة ا lam'dan tlf ام نام جوا يا عبدالعزيز عبدالعزيز انا صاح يا ضريف دي خلاص يا بيعاش اسأل علينا ولا يعدي الدرجاء دي يعني مجهول بعروسة وفرحة عريس بقى او بالمانفح انا خلاص خط نصيبي ما بقاش في الدنيا اهم عندي بلوات ده او بالمانفح يلا هارسي انت اللي جربت هنا ده قلت هنا ازاي سبحان الله الواحد يلف في يلف وفي الاخر مارد عشي لرخي بيته بيتك ديام شو طلع بره ولا هتوت والم عليك الناس وانت صوت هكسب ايك كده برضو الله يسامحك انا هبلع عليك المرة دي ده بس عشان انت لسه ليك مكان في الحتة اللي في الشمال الطريق اللي هنا طريق ايه رحبة كانت ده بسه اللي بحف ساد mains بيحمله لا يتولي ولا الاني باش عند اكترا من اللي خسرت لو شkam الحصونها كل مها واحدة كمان هه كل مها واحدة كمان حيتل عليك النهارة ولانتي من معهرة في صوبت الحوانس عاطل يقتل طنقته بعد علي ور مداية ماليه اه اه ايه ايه عايز ايه باب اتكلم قول وزا عايز ماوتني ماوتني أنا ما عندش حانيخاف عليها وخلصني بالدنيا الصود اللي انا هيشاع قاني على المدريح يا جدعان يا بنت انا وانت مجروحين زي بعض وبرغم ان انت اللي علمتي عليها بس ماشي انا مستعدة اخط همك على همي ونرجع بالمرجيح رجيح يا روحهمة جدا كمان عايزين ماتا انت هتتكلم يعني انت اتظلمتي وانا كمان اتظلمت ليه يا اخويا مسجون سياسة انت حرامي اصلا بوكي هو اللي قد ايده طهر هاوي ده ربك بيصالة ابدان على ابدان ولا هو الدخان القريب بيعمل لخص قول عايزة انهي ما تمطش قصد اقولك ان انا وانت زي بعض كان لقيه بقى علشان نشرب ايه ميا الوضع بعجيز اتجوزك شوية الدنيا كلها اعرف انها كالف ناملة عشان الانتخابات هوت فضائحة ولما خلع لازقك على قفاتك يتنجسك وطلقت ان الانتخابات ملاحوظ وانا انا هو اتخرجت من السجن باطي والريح يا مولايا كما خلقتني ده بعد مبوكي غضر بيع وانت كمان اديتنا سج اسمع علش انا مستعبع ده ليه عشان قطر انا قلبي طيب واحناي بيبقى نعمل ايه وديلي نعمل ايه نخش حلواب باي نمرة نشتغلوه وننصص ابو اسم وده حق البقى مين قالك ان انا عايز احاقك واذا كان ليه حق عند حد يا اخو يا مطروح تاخده بعيد عنك بعيد عنك ازاي يا وزا ما انت لو تسحبين من الوقت هدنوا وتسلمي هولي وما انتكش ضاعوا بعد كده انت حالزني اخطف عبد الرحيم اه امشي طلع بره امشي طلع بره امشي طلع بره بس 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 عشان قدر انا لو فكرت الحالي دماغي هتوديني الحاجات ابعد من قداب كتير قاوي ما فيناش مانسك امسك من الواحد ياخد فلوس من المدان بتاعته قصدي طلقته ما اني كنتي بتطلقتيني ومفروض تديني نبع شهرية نعم يا اخويا انت فكر انك حدود طالي هنا كل شهر بقولك ايه اذا كنت فكر من تهديدك ده هز شعره مني تبقى غلطان ولازم تفهم انا ولا لي عيل ولا تيل ولا عيش عليها الطالب من اصله واذا عايزت موتني موتني واذا شفتك في طريقي يا بالول حكلك بسناني عارب يعني ايه حكلك انا مش اطلع برا برا سلام خارج بنصواء مين طيب خليها تتفضل ايه يا بلاد معاك طيب معاك فلوس كفاة ماشي يلا سلام بقى عارب هكلمك بعدين ازايك عامل ايه؟ تمام كويسة خير خير يعني اصلك جاية لحد هنا يعني ومن غير معادي وكده حلوة من غير معادي كبرت عايزة ايه؟ اوه هتكون فاكر ان انا جاية حال عليك علشان ترجعلي ولا تكون متخايل ان انا مش قادر عيش من غيرك فوق الدنيا مش بتلف حواليك انت بس انت جاية تدني دارس؟ بهلول جالي البيت وهددني وطلب مني اني اساعده علشان يخطف ابنك لانه مش قادر يطولك وانا جيت اقولك الكلام ده علشان العيش والملح وعشان خطر ابنك اللي مالوش تععوه باي حاجة بتحصل بنا تفاكر انا اتهدد ببهلول بتاعك ده؟ بهلول ده مقدرش يعمل لي اي حاجة انا لو دست عليه مش اخب بالي وانا عملت باصلي وقلت ااجي اقولك كان ممكن تقوللي في التليفون مفيش فايدة اللي فينا فينا يا ريت تخلي بالك من الولد ايو امه الوات فين؟ الوات فين؟ طيب لا انا اتأخر شوية سلام او موزع حاج المكان مش قد الماء يأثر مش هيا ناسبك هو الرجل جارك المصلحة ماشي يا ابو ناسب تفضل يا سيدي امشي انا بقى عشان ما نفعش احضر الكلام ده تفضل يا بقى عشان عملت اللي عليكو زيادة ايه دولة؟ تفضل يا سيدي دول خمسين الف جنيه اه تفضل وده فرش حشيش جاي لك من الصعيد طازة اه على الله بقى تطلع دكر السلام عليكم وعلكم السلام ورحمة الله انت المعلي منديل؟ اه انا المعلي منديل طلباتك انت طلب يا معلي منديل انا جايلك من طرف الدوني بيه اهلا 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 وسهلا هو فينه سيدي؟ موبايلاته مقفولة وبتصل بيه في المكتب المكتب ما بيردش هو فيه هو دلوقتي مزاب القطال خلينا في القهمة اخبار تزو ايه؟ اعطيح الدوني مش عاج بحد عامز الكلب المسعود عايز يهبش في الناس كلها الدنيا كلها مش مكفيها انا عايز تفاصيلة مع المنديل بيروح مكتبه امتى ومع مين بيسوق لنفسه انا معا سواء ايه دي طلبات ساعتك ولا طلبات الدولي بيه انا جاي هنا عشان انا اللي اسأل وانت اللي تجاو عناية اللي تجاو كل اللي طلبته واللي هتطلبه واللي هتطلبه 24 ساعة بالزبط يكون عن ساعتك وفايا ايه دستي اشتركوا في القناة 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 لا لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة